يسير العمري يدعو إلى تدريس الفيزياء المسلمة أنا من اللي دويت المسألة دويتها لا ما شيو هدل مسي بريكولاج لقال السيد هالل ما شيديك الطريقة الغبية في التعاليق اللي بناد المدكين قل لك آه إذا نغمدون قلوه في المات مستقيمان متوازيان لا يلتقيان إن شاء الله وإذا التقيا فلا حول ولا قوة غبية أنني نجوب الطريقة هذه هذا النقاش هذا بهالطريقة هذه النقاش غير راقي بالحرية للعلاقة الرضائية وحرية الإجهاب وجسدي حرياتي إلى آخره كتقول الجسد ديالي ملك ديالي دير في اللي بغيت ملك ديالك باش البنت عندها مثلا 17 عام ومش وجاء واحد الشاب وتقدم له وغيت زوجها لا ما زال سعر هذا اغتصاب للقاسرات ما يمكنك نقبل أنه واحد يقول لك العبتراجي تزوج مع رجل ويقول لك في حقيقة في إطار الحريات وشغولهما ذاك لا سيدرها مشاعرية تدركت ضمرني الجينس البشاري بغيت تتقادي معه بحال الكون ويقول لك سترونج اندبندنت ومن المراكة تقول لك هي كتعتارف ضمنيا بلا ما تشعر النهارة قل من الراجل وجاء لك كوموند عافك عطيني السلع لك هنا هنا ما دنيا يا خاوي عندك معلم ما القديمة صاحبي كيفاش؟ معاقيكم يا ما تصدعش رأسك وما تخويش جيبك انت فورنيسر عندك سلع وبغيت الشاري ما تصدعش رأسك سوف نساوب لك متجر إلكتروني عصري وبمواصفات عالمية سوف ندر لك الإشهار وغلقوا لك الشاري ايه كيف سمعتني؟ هذا شي كله فهمه إيكميا ستوقف معك في كل شيء اللي في غيزان ما تضرب لها حسبة تاهي يخليها علينا وكون هاني سوف نوصل لكم من دليل كليون في المكانو سوى في المغرب سوى براء وفرم شتعين هذا شيء بفضل شبكة الشركاء دينا واسعة نطا معايكم يا الطمان والأمان والإتقان بقدرة موسيقى 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 سيتقبلوا قبل ما جئ قبل ما جئ كتقاسي من القهوة وطلع لي واحد الفيديو وفي واحد العنوان قلت بالله هاتي بالله هاتي بالله هاتي ما غريش نشوف الفيديو اهلا نشوف التفسير دي الاستاذ ياسي قال لك لماذا يعدب الميت على شيء لم يفعله كبكاء الحي عليه هكذا في العنوان دي الفيديو شكرا ملاحظ دينا واحد فيديو وحطت فيوتيوب وحطت العجيب فهذا الشيء الذي يريد أن يصوصي هو أنك قلت أن تتلقى راسك وكانت تلقى راسك أنك ستتلقى راسك أنت وين أنت لا نعم انت واحد سيد واحد آخر يقول لك في العنوان لماذا يعدب الميت على شيء لم يفعله كبكاء الحي قال لك حيث الحي من اللي يبكاء الميت الميت تتعدب لماذا يتعدب على شيء حيث ومشي غريدارها نعم اذا فهلا يجب أن تفعبوا عن التعامل نعم كذلك لا يتعدون الحيث لا يتعدون الناس بعد المرة تتبني ذلك الشيء الذي ستقوله على تلك المسألة التي تتبتون من هذا المسؤل حتى تتبتون من هذا المساعد لنجد ان تتبتع ثم الذي كانت تتبتع نقلبه ما تتبتع وماذا تتبتع هذا المسؤل نجمع القلبول ألقينا مثلاً واحد شخص الذي هو أوصى أن الناس مثلاً أنهم إذا مات يعني يديروا عليه كذا وديروا عليه كذا وديروا عليه كذا وديروا عليه مندباه ونظروا غوته وكذا طبعاً أنت وصيتي بواحد الوزر وخير ما درتيج لكن وصيتي عليه واحد الناس بمعنى أنك أنت اللي بغيته فالحالة هذه يلحقك ويزره كيف واحد الإنسان يلوصى لي شيء على هذه الخير وخير ما دراش إلا مت أتخذوا مثلاً من التلوت نفقه مثلاً أليتها مع الأراميل كذا إلى خليين تمد ارتياج لكن يوصيت إليها ثم أم لغنجوا نقلبوا هذا البكاء لو كان البكاء دي الحي يتعذب الميت بسببه كان نبي عليه الصلاة والسلام ما كان شغير بكيئ لحفيظه من ديماته ما كان شيء بكيئ لسيدنا حمزم عمو من ديمات ما كان شيء بكيئ لصحابة كمصعد بن عمير من ديمات ما كان شيء بكي نبي عليه الصلاة والسلام على الحرى أبي الرجيع من اللي تقتلوا بالغضرن يعني هذه المسألة من اللي مات إربي ثالوا وندوزوا من اللي مات واحد من الحفيظ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة شافوه هزو في الضوء وتيبكي ويقول يا رسول الله ما هذا لأن من اللي يكون تشريعي الله تينزل لتنزل واحد المسألة بالنسبة للناس كي ياخدوها كيف هي من بعد من اللي ينزل كيزيد تشريع كيبير لهم بليرا كينا هدفها هذه الحالة وكينا فيها مثل حالة أخرى حال التضروج للتحريم مثلاً في الخامر حال التضروج مثلا في القضية إن تبدو ما في أنفسكم وتخفوه وحاسبكم به الله وبعد درجات لمسألة تجتورها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فالشيء انسخ شيء فمن اللي شافوه كيب كيب شافوه نبي عليه الصلاة والسلام تيب كيب فقلوا يا رسول الله ما هذا قلوا هذه يا رحمة أودعها الله في قلوب الناس إن العين تذنع وإن القلب لا يعزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإلا على فراقك يا إبراهيم لم يحزنون هذا ولده فشكاً مات في سنة عشر الهجرة اللي هو إن على فراقك يا إبراهيم لم يحزنون إن لله وإن إليه رجع مكاومة مثلها وإن بيعس لها مكاومة والميت ولا يتعذبوا به كأي هذا واحد الإنسان وصى لا تقول الله يجازكم بخير إلا قدر الله توفيد ومثل هذه الوصية ربما قدرنا حضروا العنباد إلا قدر الله توفيد فلا تلطم الخلود لا تشق الجيوب لا تدعو بالجاهلية دلواهية نارية لما نخليتينها وكلام كلام غير صحي فهو تيوصي فالحالحتي لجيشي واحد شوية لبس وقلوا سيدي الفهد اللي عجبها دا ويضرب رسول مرحات تكركب في الشوك وكانوا شي تصرفات شوية الله يجي بالشي فإلا شيء واحد دا وكانك سيد الميت بريد من هذا كل أما لنا سيد كيبرا ممكن شوية منهم يا ساوعي بالله كانت تتحب واحد سيد واحد توفلي بوا توفلي ولو توفلي أمو توفلي أخو توفلي أمو توفلي إنسان مثلا واحد العالم عزيز عليه توفلي واحد الشخص اللي كان أستدل وتقريته يا ربي توفلي جارهم اللي عزيز عليه تقريته تقول لي أنت الميت لكي يتلميز هل يتعدب بالبكاء بهذا العمر غير صحيح غير صحيح لأنه نهائي لا من قريبين ولا من باني إذا لماذا الله عز وجل يودع رحمة في قلوب العباد ويعذب آخرين لأنهم ما عبروا لهذه الرحمة لا تستقيبوا لا لا شرعا ولا عقلا لا شرعا ولا عقلا لكن كهي الأمور لك تخرج الإنسان من دائرة من دائرة الرقي البشري لكي يجب أن يكون فيه إذا لم يتحدث أه مات أه مات إذا لم يتحدث لكي يتحدث هذه الأمور الجاهلية رح كانوا شخص يتعزلوا ويبدأوا ويندبوا شيئا عنا في المظر يقول لكي ينشح لها الحمد لله نقص بالزاف لا نقول لكي نقص بالزاف باقي في مناطق المنسوبية التديم ويرها ضعيف جدا وباقي عندهم العقليات القضية من بعض المناطق النالية فبالنسبة لي هم ينام إلى ما اندبوش والدجاج والشيح هم يعبروش على المحبة كما ينبه في مناطق تعبير على المحبة فقد قل لهم عبروش على المحبة نعم لكن عبروش على المحبة كما شراء الله أزوج أعطاك الله أزوج حق الحدود للتعبير على المحبة وتفوتها وزيدة لذلك أنه حتى في الموت يقدروا بزيف تحواجدهما إما يكون محراما إما من البيدع مثال السلقة هذه من البيدع تفقي أنا ويكا السيدة كراءة القرآن على الميت جماعتها يجبون ثلاثة الفقهة أو أربعة الفقهة يقرون صورة ياسين يأخذوا 21 درهم أو 30 درهم إلا واحد زيارة نساء القبور وهذه المحبة لا يوجد مرة 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 زيارة نساء القبور هذه هي أصلا محل الخلاف يعني مثلا من نسبة السادة الحنابينة يرون أن لا يجوز لبقى أن تزور المقابر إلا من قريب ولا من بعيد من نسبة السادة المالكية يقول لك زيارة المرأة المقابر ما طرحش إشكاين لكن طبعا بشروط وبضوابط في لجيتي تشوف شروط ضوابط لحطنهم المالكية رغت لقى المرأة ما تزور المقبرة ربما إلا مرة في العام وبالطوابط وكذا مدام لجينا نشوف زيارة المقابر راح يقول لها مثلا موعد أسبوعي من الجمعة الجمعة يقول لك لا نمشي ناشا عنده هذا الجمعة يقول لها يقول لها يقول لها يقول لها الحاج يعني يعني يقول لها هذا الجمعة لم نمشي ناشا تشغلنا مع شي حاجة وربقها يتسنى فينا تماما فمالك يقول لها أنك تصرقوا هذه الاعتقادات أنك بدون ندخلوا في البتداء في دين الله قضية مثلا لأنه السيد مات يقول لك حاجة السلكة ربما من نسبة لبعض الأخوة يقدرون لهم ويقول لهم ما يعرفون وش اجناو ماذا يزعى من السلكة يقول لك ودرعا وقرأ وكذلك ويقرأ فعشرات ويقول لها عشرة الناس كلها يقرس ستلاح يقرس ويقرس يجمع ويجمع وهذا أمر لا نزال الله بإيمان سلطان لا نتحميه على العبادة وإذا نريد أن نصلهم مازالاً الظهر ونصل لها ركعة ونصل لها ركعة ونجمعهم ونخيطهم في هذه الخدمة التي نقوم بعملها مع الدرية الصغار لأننا نربيهم على الصياب يقولون أنها صوم 2 في الصباح وصوم 3 في العشية ونخيطهم لك 2 مع 3 ونصمرها صمتين هذا لا يمكن أو أن نصل لها ربعة ونصل لها ثمانية ونريد أن نزيد أقول لها مثلاً فملكاً واللي تندير المسألة بالنسبة لي أتقرب بها إلى الله هذا هو الإشكال المسألة التي أريد أن أتقرب بها إلى الله وكان أعطيها واحد الصبغة فعلا هي صبغة شرعية وهي ليست من دين الله هذا هو اللي تسمعها كيف سمعني الشاطبي رحمه الله هي طريقة في الدين مبتدعة تضاهي الطريقة الشرعية يراد منها التقرب إلى الله تقول لها رمك الحاكمة لنية لك النية لك أنا أتأكد إن شاء الله أن نيةك طيبة وما أردت إلا خيرا لكن كما قالت إن الله المسؤول وكم المريد للخير ليس ببالغه ليس حال موحد باقي يدير الخير وليس لا يصل إليه لأن النية لها طيبة لكن العمل فيه إشكال فإنما الأعمال بالنيات هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن نفس النبي عليه الصلاة والسلام قال لك من أحدث في أمرنا هذا في هذا الدين من أحدث هذا شيء جديد في الدين ما ليس منه أي ما ليس من الدين لا أصولاً ولا فروعاً ما ليس منه فهو رد أي مربوض من عليها الأمر وش حالة ضرنا مع الخدفة القضية لكن من مرات يحدث في قاعدة وقالاً من المنظم أن النفس تتشراب وقالاً من المسألة ورجعها على هواها من المنظم أنه مكان الهواء المنظم أنه تنقل عن نوع وطاق وقالاً 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 بأن يبدو لا يزيد بها ورد أن يشاهد وقالاً لساننا تدخلك الجنة ولماذا عندي هل ندخلك النار والنبي عليه الصلاة والسلام سالاها لنا يقول لك والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل به ولا بكم عليه الصلاة والسلام إذا أنا كان أقول لك شوف يا حبيبي أنا أنا ما أنا حاكمك أنا غير كان أقول لك هاش نوقين مغيتي تأخذ به خذ به مغيتيش تأخذ به تعمل أنت مسؤوليتك ما تخيلش بأننا أنا غير نقول لزدقاء ونهزله في تار ونقول لي ما عمد الله اشتهى لك الصلاع ركيبير أنا قلت لك حبيبي هذيك القديد رغم جنوحنا 30 واحد في الواتسات ومغينا نشجعه على تلاوة القرآن الكريم ممكن نشجعه على تلاوة القرآن الكريم وبدلا ما ندخلوا له في بدعاء ولا تأخذ تفن شبهات البدعاتي ما ندخلوا فيها كيف ندهره وكيف ندهره وكيف ندهره وكيف نشجعه الناس هذا قال لي عدد عدد للخوت وهذا من الأمور اللي بانت بزاف مع الفترد من الحزر الصحي أن الناس من زيارات شوية فجلت دخلات اللي دورها وتسدع لها والعامل النفسي بدأ يخدم وعباد الله بدأت تقلب على أمور التي تهدن بها شوية من الرواع ديالها طبعا أفضل ما يطمئن له به القلب وذكر الله عز وجل ألا بذكر الله يطمئن لكله لكن النسم اللي بغوا يمشيوا لذكر الله عز وجل لقاوا بعمل مرات لشوية ما هو فكي يجب واحد كي يقول لما ودينا نشجعه لأتلاوة القرآن كي يقول لهم مزيحا كي يقول لك حنا مثلا مجموعة في 30 واحد وانه نوزعه الأحزاب فع المقضين التي قمت بتقلب استرد المن بعد وانه نوزعه الأحزاب على عباد الله مثلا مكتون إسترد الحزب واحد وجوج ياسين 23 ايستر 3-4 اللياخره نشد 5-6 والآخر نشد 7 من يلا وانه نوزعه الأحزاب على ثلاثين واحد والذي قرأت الأحزاب يكتب لنا رأي جوج وفي الأخر دي النهار غنعتبر على هنا رأي ختمنا القرآن لعدنا ثلاثين واحد في جوجة الأحزاب يستين حزب سنعتبر من اللي راح نختمنا القرآن ووحد غير دلنا الدعاء بالختم هذه عبادة ممز رب الله وبعنا سلطان مكيناش هدري حدي للعبادة في الدين لبسيد ربي قد تقول لي را ممكن ندير نفس القادية وبنفس الترتيب وتشجع الناس على القراية وما تكون شا الله نبي لها نفتحها يقول لي كيفاش؟ قد تقول لي هادوك غير يقرأ وغير يقرأ وغير يقرأ وغير يقرأ وغير يقرأ وغير يقرأ الأحزب في النهار فقد تقول لي اودي انت دعتها بالرأسك في حال نقوله قوتش قد تقول لهم في المجموعة مثلا تحط لهم يقول لهم سلام عليكم اليوم عندنا انشاء الله لحزب رقم واحد لحزب رقم جوج وكل واحد يقرأ بحزاب دياله انت قرأ حزب واحد وجوج كل واحد رقاري لحزاب دياله أنا ذاك الورد ديالي في النهارج للأحزاب ومن باب التشجيع يقرأ الأحزاب دياله ويكتب لنا مثلا أنا قرأت الأحزاب ديالي الأخير سوف يقرأ بحقها باقي ما يكمل ويكتب لحزاب ديالي نهار الثاني سألنا الحزب واحد نهار الثلاث سيادنا اليوم سألنا الحزب ثلاثة وربعة وهو اللي يبدأ من هذا سيتكايدين الناس باقي ما يعرفوه لماذا يدون لماذا تقول أخو يا أسان انت في واحد الوسط لا يوجد تديون في المصحف تفتح القرآن تتقرأ أصلاك تصلاك والواليد كيف يفكرك ما يتغررش الإنسان ويقول للناس كلهم ديرين في حركة والله العظيم رأينا شباب اللي يقرأ في المستوى الجامعي رهباقي ما يعرفش وصلت العسر السرية والجهرية ويقول لك ويقول لك من وصل الواقع الجامعي بصيبتي واستعد كين دلاليك تقول لي ما هي قرية تأودي القرآن من الفاتحة لنفس الناس لن تفصيل تغبور قرية تلاوة عدد كبير مقارنوش من طرف طرف مقارنوش يقرايا انه يعرف ان القرآن يرى فيه مية ومعة عشر صورة ويقول لكم قصر مع صاحبك الاخري اللوحا مثلا يقول لي واسع للقرآن الواحد يقرى مية وعشرين صورة لك جيشبوية بشكلة هذه اللوحا نتاية ويقول لك ويقول لك ويقول لك فهذا أدام بأدام فكذا يقول لي اليوم الثاني يقول لهم الحزب ثلاثة وربعة الحزب ثلاثة مثلا سيبدأ من سيقول السفاء من الناس ويسألي مثلا الحزب الرابع ويسألي مثلا ربنا اتنا في الدنيا حسنتا وفي الأخرة حسنتا وفي العذاب النار ويلاك أنه نصبهم من كسبوه والله وسلموا الحزب ويسألي مثلا هذه الحزب الرابع ويسألي مثلا ويسألي مثلا ويسألي مثلا المصحف المحمدية ويسألي مثلا ويسألي في الصفحة ويسألي مثلا ويسألي الشهر ويسألي الشهر سنكون فعلا ختمة وختمة جماعية مقبولة شرعا بمعنى أن نتعاولنا أم خير شهر الأول ثاني ثالث عباد لايف ويسألهم بالحمد لله سيدنا حافظكم الله السلام عليكم ورحمة الله ندروا المجموعة مثلا ندروا الأحاديد مثلا ريان الصريحين ويسألهم أرباعي نموية ويسألهم نفسهم وفي نفس الوقت الخطيواتنا نضعهم على أثر النبي عليه الصلاة والسلام ونزيدوا لهذا الشيء لكن سبحانه تتعجبها 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 مثلا في يوتيوب ستجد مثلا موضوع للعالم ينقش فيه وخد نفس الموضوع ودر له عنوان وخبرك ودخل لذلك لا يعني أن الناس ستتبعوا ولكن على الأقل ستدخلهم أما إذا لم تتعجبها ومتعجبها وحطيت على عنوان مستفز الناس ستدخل بالكثير وسأرى كل شيء فسبحان العظيم الإنسان يعزيز عليه يحب الإغراب الحاجة التي تكون غريبة كيف يريد أن يدخلها على سبيل النقطة كيف يقولها كيف يقول لها هذا الدراء يرى الحاجة التي هي فهل النفع العام سيبضل أن يسوق للشاب قال لي كيف يقول لها وعط على السيرفير قال لي قراءات المزيد قراءات المنجا قال لي رفخ بارك قال لي رغضيه ألف من الشاب وهو ظهر قال لي وغايدفنوهم 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 محلوف وبوب رايس ويقول لي قل لي وبدو عند الأخير قال لي أنت وحد ما يسوق للشاب في خلال الموقف الذي كان خاصة يقول عني الحلوف لا تدفنو واحد لماذا تقسل ألف واحد إذا الموضوع مهم وفي الابتدائي في المتوسط الثاني وهو الشهادة في المتوسط الثاني كان لدينا واحد تيكست كما قرناه يدوي على الجورناليزم والفرق بين الجورناليزم ريسبونسا والجورناليزم إيرسبونسا واحد تيكست كان صغير وكان يدوي على المدرسة الاستوزاز في الولايات المتحدة الأمريكية وكان يدوي على الجورناليزم يقول لهم أريكم أن يجبوا لي خبر كلب عض مرة شيبانية وقتلها هذا ليس خبر مرة شيبانية تلحت على كلب عضته هذا خبر فهذا هو اللي سيجلب والنفس البشرية ستحب الإغراب سيدنا آدم عليه السلام لأصل الخلقاء كي نفهموا منه بزاف دي هذا الشيش الله عز وجل عود لنا القصة سيدنا آدم بزاف دي مرات في القرآن الكريم سيدنا آدم الله عز وجل قال لي وقل يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكل منها رغدا العيث وشيتما ولا تقربها به الشجرة فتكون من الظالمين الشيطان جالهم ليدك قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك الله يبنى لديك الجنة كونها لماذا نقول الملك اللي ما زالك تقنب عليها ما يسالي الجنة كونها لكن طميع البشرية لأن الله عز وجل يقول نرى انتو ما ديرين في حالك فانتابه ومواطن ضعف دي لكم هي هذه انتابه والعدو الخارجي هو هذا انتابه والعدو الداخلي الذي هو نفسك ديره بحالك انتابه وإذا حصلت لك الحصنة ها عندما تمشي انه هو الوحيد الذي سيعتقك فمن صحة التعبير ورده يغفر لي فيها كلمة فالفترة الأولى التي خلق فيه الله إذا وجد أدن في الجنة قبل ما يهبط عن رسطة بريانبور لكي تعرف انتو ما تابعك وماذا تستطيع تدير لكي تديرك لكي تديرك لكي تديرك لكي تديرك لكي تديرك لكي تديرك بلدك شي كام من المتحدث الساعة نشعله 50 بخير وكي تديرك وكي تديرك وقتعوا منها وقتعوا منها أن الفيزياء قالت على وقتعك من السابق ولكن سمحن بلغطة بلغطة لكي تديرك لكي تديرك لكي تديرك وكي تديرك والسيدة قالت في تدوينه انه إقحام الدين في العلم الجريبية هو إساء الدين لأن هذه العلم قابلة تشكيك وقال لك أن هذه العلم هي نفسها بالنسبة للجميع ولم نرى أنه لفصلنا منظور ديني خاص سأقول لأي شخص يأمن بشكل شيء عنه الحق أن يشرحه بخليفته الدينية وقالوا لكم نرى ملحب ما هو أحد يكون ملحب ما هو أحد يكون مسيحي ما هو أحد يكون هندوسي وما هو أحد يكون مسلم في العلم لا شرحه ما أعطي لا 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 أحد يكون كل شخص يأمن براءة يريد أن يقول شيئا هو مسؤول عليها ويتحمل مسؤولتها في الدنيا ويتحمل الملخص ويتحمل المغبادية لها قد يوم القيامة الإقحام الخرافة في العلوم هذا هو الإشكال ما الذي أقوله غير كان هاترز هذا هو الإشكال ما الذي نحاول أشد نصوص الشرعية ونعوج لها عندها وجوده عالوم التجريبية وأما علوم التجريبية تم إثباتها بشكل حقيقي فهذه ضدة سالة تمورgar يستحيل أن تجدة لها تعارضا بعض النصوص الشرعية للقرآن الكريم ولا أحد يتصحيح أحد ينبي عليه الصلاة والصحيح نكون واضحين فكين أمور اللي هي باقيك تكون طور التجريب يعني يستحيل نجي ونقول لك والدراش رعبا لنا ها درها كين معني ما حق ندخل في المسألة مثلا باش نجي ونقول ألم يروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما ونقول راد الله عز وجل تكلم على نظرية اللي يقبان هذا من الإقحام السيء للدين في العلوم أنا من اللي دويت المسألة اللي دويت علىها ماشي وهذا المسألة اللي دويت علىها أنا كان دويت على الخلفية اللي قال الفيزياء المسلمان دويت على الفيزياء دويت على الفيزياء دويت على الفيزياء دويت على حياة طول الأرض دويت على الجديمعيات هذا الشيء كل دويت عليه وكل دويت قالناه يقرأ الإنسان بالخلفية دي لك مسلم ماشي ديك الطريقة الغبية في التعاليق اللي بنا دم ذكي نقول لك إذاً غمدا ونقولوا في الممات. مستقيمان ومتوازيان لا يلتقيان إن شاء الله. وإذا التقيا فلا حوله لقوة غبية أنني نجاباً بطريق هذا. أنا كنت أصل إلى الضرب وخبرو نقول لهم شرفاً لم أخبروه أن أخبروه أنا غبي كنت أقدم لكم نفسيم. غبي رقم واحد معي واحد السلسيرة هذه. أسمح لي يقرأ لك. أنأضي الله يلاعبها لا 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 لا. which to be the doctor or the commenter لا 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 يقول لك. فإن الناس تريد أن تأخذ بشكل صاركازم أو التقشاب فإن لم يكن أقرأ المشكلة لا يوجد أي شيء في هذه المشكلة أنا غير بالنسبة لي والذي كان لما فهمتني ماذا قلت لم تتعلق على كلامية تفهمني ماذا قلت إذا فهمت ماذا مشكلتك عندما قلت سيدة وساما في مرة أخي يوسف تبع لي أرى فيه ساعة وتسعوده خمسين دقيق لا يوجد خمسين ثانية فكان ممكن أن نرى من الأول تبخر ثم نحن بعد ذلك يمسلمين لدينا واحد القاعدة الشرعية مهمة وأنه إذا شفت من شي واحد شي حاجة جاءتني في شكلها ابتداء أن أرد الشخص إلى أصله ما هو أصله هذا السيد هذا؟ ما هو الأصل فيه؟ ما ديما يخرج يدر خارجات إعلامية عوجة وكذا إلى أخرى؟ أقول رأى أولفنا عليه ذلك فأتأخذ ياسيل العمري وترده إلى أصله منهار بلتيك أتعرف شي حاجات متى ياسيل العمري يتكتبان على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو السيد يبلك وازن؟ والسيد يدخل وخرج في الهدراء إلى الأصل في السيد أنه وازن فأحملوا كلامه على أصله وعلى هذه الساعة نرى ما هي تأكيلة تأكلها طهحة إلى أخرى ونقول لا يوجد مشكلة غير غلطة إذا تصابت فعلا غلطة ولكن الأصل في السيد أنه كلامه وازن لا يوجد في حالنا نقال سكارم لكنا في الدورة ونظروا إلى هذه السنوات ونهارا بنت لي واحد العيبة في حالنا طيحة الزمارة والطبالة والغياطة وقالت لهم هذا لا يوجد من شيء لا هو منطقة بشارية ولا منطقة إلنية ولا تحارية رجعوا الى الكلمة التي قلت كلمة التي قلت لها موديمنا والإنسان نقراه أنا قلت لهم أن أريد ما ينصطلع عليه بالتربية الإسلامية قلت لهم أن أريدها تكون من شيء لمكونات هذه المادة أنا أتجد على مبدأ للتربية الإسلامية وإلا لماذا المسلمين قبل أن يبالوا بمدارس النظامية مع الاستعمار إلى آخره لماذا المسلمين قرايتهم كان في المسجد هو الفضاء من المسجد كان غاية في حد ذاته على نبي عليه الصوصر كانت تغلبوا يقول لهم ابنوا اللي هم كان فين يقرأ ومن زمن نبي عليه الصلاة والسلام وتوسعات الأمة ودالوا الفتوحات ودخلوا الناس للحضرة الرومانية ودخلوا الناس للحضرة الفارسية ومشوا الجنوب شرق آسيا ودخلوا الشمال إفريقيا وغرقوا الجنوب السحراء وطلعوا العدود للقوات الفرنسا وقع هذا التناقع الفكري والحضاري إلى آخره ومع ذلك بقي التعليم يقرأوا الناس داخل المساجد لأن هذا الإطار العام الذي يقرأ فيه الوليد هو الذي يحدد له المسار لذلك العلوم الذي يطورها في مجرد يمشي به غم لو نقلمه أنا نبحثه في العلوم الذي يمكن أن تحقق الناس الخير والرفاهية وحسن التواصل ومزر للأمور من الذي أنزع أنا هذه الخلفية الشرعية التي تراقب الله عز وجل من العلوم أراها صوب الله أما سيدين القنبون النهوية أراك أنت يطحن في عباد الله بسلعات سيدين نحييت لك الخلفية الإسلامية خذ معي القرن العشرين ما سيكون أكثر واحد الذي يسفك الدم لا تتلقى لا تتلقى لا تتلقى لا تتلقى ما هو الحضارة وما هو الحضارة الغرمية والحضارة المسلمية وما زال باقي المسلمين الآن يخلصون ثم نحييته سيدين هذه الخلفية الإسلامية من الغن نقلبه غلقوا عباد الله أقامت الدنيا ومنزلتها لماذا؟ لأن روسيا دخلت على أوكرانيا النهارو مطار وما يقولون أقلت لك أقامت الدنيا من اللي كانوا ضربوه بالبناليتي وحبسوه وقالبي كذا والإرهاب لماذا؟ لأنه من اللي كان مركاء وحد البيت الصوفيات المال اللي لابس تحتوني هزتوني كاتب فيه أنه هو يعني يدعم المقاومة الفلسطينية في غزة أقامت أقامت أنه لإقعام السياسة دابأ أي ماتش للبطولة أوروبا وللتشينبينز ليغ لكنه يجب أن يكون نوعه تلقى السمي ذلك وقد ضربوه للأوكرانيا هذا ليس إقعام للسياسة في الرياض مرشي الشدود الجنسي من اللي يوم لسقين ويجب أن تقوم براسار ويجب أن تقوم هذا ليس إقعام شعور فهمتين ما نقول لك فمليك ندونا على المرجعية ندونا على المرجعية واخر الفيزياء لابن نحن لغير الفيزياء لأنه معجباتهم يدعو إلى تدريس الفيزياء المسلمة مثل الفيزيك وانا لبسها الحجاب وتأتي الفيزياء كنت الفيزياء تشرح لنا القوانين التي يمشي به الكون يقول لك أود مثلا هذا الخشب هذا إذا عرضناه للحرارة يتمدد واحد القدر معين وإذا عرضناه لبرودة فالكور كيف الجسم كيف الأجسام كلها تمشي به القانون هذا إلا بسببها بقى الحياة على وجه الأرض القانون مختلف والماء الذي عرضته لحرارة بالأكس ينقش لتبخار ويمشي والفوليوم ينقص إذا عرضته البرودة تزاد وأي واحد لا تجريب منها نقول لها باب التقشاب وصح ما أخذ القرعة الدجاج عمرا بالماء ونضع الكونجيراتور في البواب إذا لا تبقع ستخسر الفريق ستزاد ويتفرق على القرعة هذا الماء هو الوحيد الذي لديه هذه الخاصية لأن القانون معكوس لا تبقى الحرارة أو البولودة ميزان القانون التقالة ستشد هذا مثلا ستتلقى هذا يحضر وميزان على العافية القاز يخرج من فوق وميزان هذا قوانين هذا القوانين هي التي تشرح لنا الفيزياء وأنه قوانين لديهم مهلا فكرة قوانين مهلا السؤال الذي سيعطي لها الفيزياء المرجع الإسلامية هو السؤال الذي لا تضاح في الكور هو ما يمكن هذا القوانين هذا القوانين إذا لا يمكن أن قوانين بهذه الدقة وإحكام وإتقان وبالإضافة الغاية الجمالية لها وليس وعندما جاءت السلفان يعني من العيبنا نبقى لها ضرورة والله العادي من العيبنا نبقى لها شو قضية السلفان لكن يقول لك الإنسان كان في الورد سماكة مهم يعني كي نشوف أنا أحيل فقط غير على السلسلة دي الدكتور إياد قنيبي مشيحة هو الحياة لأنه أصلا أستاذ مايكروبيولوجيا ودكتور في جامعة من جامعات الأردن وقارف الولايات المتحدة الأمريكية يعجبون أن يقول لهم شيء واحد رقاري في أمريكا وهو عضو في اللجنة التي كانت يأتي المقالات المحكمة عالميا يعني فلا تأتي عندي أخرى وقال لي قال لا حقاً كانت تستدرل لنك أحد شخص الذي يلحيه ومع حالة هذه كانت يساند داعش وقال لي أرضاه لك أي شيء يضرقي في النقاش يعني هذا النقاش هذا النقاش بهذه الطريقة نقاش غير راقف نقاش غير راقف شخصية نقاش غير راقف لكن وقع هذا الجانب العلمي نقاش غير راقف لأنه لا تدخل لهم كثيرا لكن هل تسمع؟ لأنه يساند أنا أرفض أن أدخل في القادية الأردن ومرضودون عليه فإذا كنت نضع به ونضع إلى شيء أخرى ونحن نقول لهم أنه شخصية هذا ما سيناه على الفضل لأنه يريد أن تقوم بعمل ونحن نقاش ونحن نقاش ونحن نقول لهم هذا هل تدوينه لهم؟ هل تدوينه لهم؟ ليس أطاكك ولكن لديك شرحها بشكل من المنظور لا دينه هو ومشكلته ومشكلته أي واحد لأنه يريد أن يأخذ كلامك ونحن نتفق معك هذه القادية صعود الإنسان القمر دينه كان فيه لك القادية لا بصرات الرحمن لا بصرات الرحمن يقول لك يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إذا أقطار السماوات ورضي فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطة هذا هو اللي دويت عليه قبله وش إلى انفيت أن الإنسان ممكن يوصل القمر سنكون وافق تشرع أو الليلة أثبت أن الإنسان يقدر يوصل القمر سنكون وافق تشرع بالنسبة لي لا يجب إقحام هذه الأمور لا يجب إلا أن إن استطعتم أن تنفذوا إلى أقطار السماوات والأرض هل يقصدوا به القمر أو السماوات التي كانت طلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي التي تعد من العالم الغيب من العالم الشهادة فهي قلت لك أن نقول له في إقحام قضية للإنسان لم يطلع القمر هذا سيطان سجدوا من السبعينات وخرجوا ناس الذين يتكلمون وقلت لك أن أرى هذا الشغل هو عملية نصب واحدة كبيرة وقلت لك أن أرى وقلت لك أن أرى هذا الشغل وقلت لك أن أرى هذا الشغل وقلت لك أن يتكلمون في إقحام المستوى الوزن ورد الوزن معين إلى آخرين فهي تعلقوا أن تلعوا الوزن بالميليجرام و بالسانتيجرام طبعا لك أن تلعوا الوزن وزيد وما زيج لهم كان لديهم المشكلة أنهم يطلعوا القمر للقمر وضربوا ضوائرة وضرجوا ورقبوه وصعدوا وحدة أخرى قالوا لي وثير منها وقد طلعوا القمر وهذه هي الجواب عليها هذا النقاش خاص بالتخصوص ثم يتطرح هذا السؤال الآخر الذي يضغضغ عاطفة وخملة وطلع نيلة رمسترونج هو يوري غاقارين لماذا لم تطلع شيء واحد أخر؟ إذا طلعنا ممكن ممكن المسألة والتكنولوجيا ستتطور ستطلع الكوكول لتطلع هذا المرة ستطلع في قمار وانه يخلص في القهوات وانه يضرب درموس وانه يقوم بإخلاص شعور وقنابت ليس هناك كانت در أم فيه في التسعينيات اسمته كابريكورن وون هذا الفيلم اسمته على قصة خيالية كي يدبوه على نفس المساهم لأنه الولايات المتحدة الأمريكية من باب التنافسية على الغزو والفضاء أديك سعب يا الله سهل الاتحاد السوفيتي تفرتك في 1989 وقالوا باللي هو العربة بغينا نبينو باللي راح نعملنا السبق وأننا احنا اول وحدين حقينا رجلينا في كوكب المريخ بلانت مارس فداروه ودهم غير واحد الرانش في النيفادا وصوروا ذلك العيباء وكذا وبينو بزع ما سميتوا كي يهضروا معهم ومن بعد قرروا أنهم اللي كانوا راجعين في الطريق فرحانين بهم الناس والبتل مباشر في تلفازاء فرحانين بهم اللي كانوا راجعين داروا بحلة تقطع الاتصال وقرروا أنهم غادين يقتلوها دولي زاسترون متكاملين ويقولوا حقا لا نافيتم اللي كان جايه وقع فاشي خالله وتفرقعت وماتوا ودرهم شهداء واللي كان غضيت تطبع علينا أننا رمشة ومشينا المريخ ومشينا المريخ وحنا اللي عندنا السبق اللي عندنا كذا فكان واحد الشاب من ذاك اللي كان يوستون الذي يقالسون فيها تدو معهم ومشي عندهم كي يقولوا ما يدراء الفريقونس دين المكالمة كانت جيني على بعد خمسين كولومات وما رخص أن يكون فيها ومبعد اللي لم تتحلم ألف كولومات وقال عشي خالله فلا ما عشي مرة اللولة الثانية الثالثة قال لهم اللا را خمسين كولومات كين شي حاجة مهياتي لآخرة صاحب ونا تقول قولي واحد تخريجا صاحب ولي طرحة في الضوم طبعا هذا في الفيلم نعم وقال واحد الصحفي صاحبو واللي مشت يقلب ويبقشش وهذا كل اللي حاول يقتلوهم مليشا فروسو مسدود عليهم بغوحلوا الباب القوة حاولوا أنهم يهربوا صفاهم بالواحد وبقى فيهم واحد واللي يهرب واطلق مع ذات الصحفي ومن اللي يفضحون قولوا القبية مثلا قدام الناس فيلم القديم اسمه كابريكورن وون على اسم العنافيت اللي كانت مشت هذا كان فيه نوع من أنواع دي الانتقاد من خلال دراما سينيناية فيه نوع من أنواع الانتقاد القضية دي لأنه رأى رأى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي رأى وصلوا للقامرة ما يصيروا ما منتقدهم مش فكرة مباشرة لكن حطوا الفكرة للناس إلى الدارة هنا ما المانع أنها ما تكونش دارة وبدأت القادية تروج وهذه البحوط التي تروجها في انترنت ولا رأى ممشي ناس القامرة أما إقحام النص الشرعي ونقول لا رأى الله عز وجل قال لا رأى ما يمكنك نحط درج لنا في القامرة هذه الأمور يجب إبعاد نصوص الشرعية ونقول له في إشكالات وحدين مثلا ما حال هذه السبعينيات؟ قال لك يا أبتي إني رأيت 11 كوكب والشمس والقامر رأيتهم بساجدين قال لك هذا كبير دليل لأن المجموعة الشمسية فيها 11 كوكب وعوجوا لها شوية وتبين من بعد بالليل لا يوجد 11 كوكب والناس قالوا إن أنا أجلهم مبنون كذبوا دبا في النص الشرعي هذا هو الإشكالات لأن القرآن الكريم الأصل فيه ما يجب أن يفهموا الناس القرآن الكريم هذا كتاب هدايا ذلك الكتاب لغيب فيه هدى للمتقين شهر رمضان الذي أنزل فيها القرآن هدى للناس هو كتاب هدايا لكن فيه بعض الإشارات على مجموعة من العلوم التي يجب أن ينهض لها المسلم لاكتشافها ولما نضوش لها مرة نضوها وحدان أخرين لكن يقولك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وبما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء ونضي إلى آيات القوم يعقلوا فهنا يجعطي القرآن إشارات لمجموعة من الضواهر الطبيعية يجب أن تنظروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق الإنسان يجب أن يتحرك فعلا كان عندك إشارات على أهمية البعد الجغرافي ويوم حنين هذه منطقة إذا عجبتكم كثرتكم لقد نصركم الله ببدر هذه منطقة وهنتم أذلة غادي تلقى مثلا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول بصاحبه لا تحزين فالإشارة للأماكن هنا فيه إشارة لمبدأ يعني الجانب الجغرافي وتحديد هذه الرقعة ومن اللي كانوا المسلمين وقفوا على هذه المسائل هذه وتبعوا الهداية للقرآن الكريم رأى ملقاوش قاسين شد للقرآن وتيتسنا وحدين يختارع شي حاجة ويقولوا اي حقها دراعنا في القرآن لكن هم السباقين للاختراعات وهم السباقين اللي اكتشافت ومن اللي كانت تكون شي حاجة في الحضارات لسبقات الإسلام أصلا وممكن الاعتماد عليها باش نقدر نطوره مسائلنا ونعباد الله خدات منها لأن المعرفة تراكمية وليس تحكراً لا عن المسلمين ولا عن الكفار وهذا البراطور الذي نشوفه مثلاً في أوروبا وفي أمريكان وفي الجبون رابع لا يوجد شي غبي في الطريق كيف يقولون الكفار ما يفعلون أنهم المسلمين قتلتونها بالدعاء نحن ندخلون البراطور لا يفتح الله يفتح لي المعرفة لا علاقة لها ولا بالبودية ولا بتاعها ولكن هناك حاجاتي لأنها وراها الله بحل أن تتسأل عن النتيجة رابعك تخدمي كما كانت خليفتك الدينية رابع الله يجازك في العامل الله يفتح لك وخد تكون مسلم وخد تكون ملاحة وخد تكون كده وهذه في الهداية القرآن وهذه رغم أن نزلها الله عز وجل في صورة هود وهذه صورة مكية باقي ما تصوبتش ما يصطلع عليه ربما يسمعها الدولة يعني المجتمع الإسلامي بالمؤسسات هذا باقي ما تصيح يوصلهم مسلمين ويقولون هل سوف ينوضح دم أم لا يأخذها؟ تماما من كان يريد الحياة الدنيا وزيناتها نوفي إليهم وأعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون من قسلا سيد ربيتها حاجة لا تتخدم سيد ربيتها وإذا أفرسك سوف يجعلوا هذا ركام لا يوجد أن تفرش فيك لا أعرف كيف والسياسيين تفرش الأفلام لا تفرش معه أنا أنا لست محالة لا تتخدم لا أنا لست محالة ما يحدث للتطير قبل ما أعرف لا أعرف عادي بانتها 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 تلعب كرة إذا أحسرت الشراط لأنك تلعب قراء عادي كانوا يقولون لي الله تلعب معنا يسيم قراءك نقول له معنا الراس والعين إذا كنا نهبطوا ونجريوا ونعربوا ونضحكوا ونرجعوا مجموعين كي هبطنا مجموعين ونرح معنا الراس والعين لكن إذا كنا نهبطوا مجموعين ضحكة وانترابعوا في البحر ونرجعوا كل واحد يقلب على الطوبيس وفي العشية لم نطلقوا كانوا لم أمسحوا الراحة في القراءة ليركم وانترابعوا إلى نفس الشراطان ونقيموا بالضحة لا يجب أن نجري معكم لكن القناة يستمتع بجانبا نعم كمسلمين ضروري أنك أي شيء تريد أن تأخذها أو أي قرار تتأخذ وأنك تشاهد المرجعية الإسلامية أنت رأتك أن كما تعلم أنك قوي على البيداء هذا البيض أخطر من المعصية لا تقول معارسك معصية تقول معارسك لا تقرب من الله ونحن ندخل في القاعدة لأن الشروط العبادة فيها الشرطين ونحن نرى ما لديه نص قرآني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام مشكلة عندما نرى مؤخرات أن الناس تقوم بالمعصية لماذا تعترف المعصية ونحن نشرب الخمر ونحن نقول ونحن ندخل معصية لا تقرب من المعصية ونحن نقول لك ونحن نقول لها ونقول لها وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرب ولا عدتنا فيه ونحن نقول لا تسافر فعل الأمر والفعل الأمر يقتطي الوجوب والواجب يتاب على فعله ويعاقب الله تركه وهو الحديث صحيح وهو البخاري مزيح لا أرى بحاقب الله قدرت لي إلاك لا تقربوا أخواتنا لم تكن يعلموا أخواتنا ولم تكن لهم ولم تكن يدخلهم فعلنا هذا الحديث كامل عنْ 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 صحيحة الألباني لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرب قد تقول لك لا ولكن هذا الشرق قديم هذا ما نحن جديد قد تقول له او دي الإسلام وصالح لكل مكان وزمان اه او انا معديش بحرم دوق ماشي بشكل انك تدر المعصية وتعتار بالليرة كدرتين المعصية والله ولا افلي والكي باش تدر المعصية وتقول لا وحنا تتطور ورافعا نتصورك مش نوبالك في بعض الناشطة السياسية اللي كيطالبوا بعلمانية الدولة خصوصا اننا ولينا كنشوفهم غاربة باغين يحيدوا قوانين ولا يحيدوا قوانين اللي يعتبروا انها تمثل في الرياضي هل افضل لها لاني؟ الاجهاض المثلية والعلاقة الرضائية وهو ازدي وسامة كل واحد كما قلناها كل واحد يطالق من المرجعية واحد المرجعية اللي يعتمدها وانه الاسلام ليس دينا اللي كي يتحكم لك كل مناحي لحياة ديالك وبنسبة لي قال الله عز وجل قولنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله يا رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اول ما دخلت لي هنا وخرجت لي منها وبنسبة لي ندر اللي بغيت هذه المرجعية اللي عنده فكتقول لي اشتحتين امشينا نعاك في الطرح للدر اللي بغيتي بمعنى نعيش الحرية ديالي انا حر كتقول لي على رسول العينية راه الاسلام ما جاء الى لتحرير الناس اصلا من ربقات العبودية للاشخاص والعبودية للأهواء والعبودية للأشياء والعبودية للدنيا الاسلام جاء بشي حرة حيث من الليل كتقول لي عبد لله حقا وصدقا كتكون عبد لله كتقول لي حر من كل ما سوى الله ما كيش اللي قدر يهبط لك النيفك الارض كتبط لك النيفك الارض من لي كتسجد فقط فمن ليك تحقق السجود فعلا ما كتبقى تسجد لك شي واحد كولي السجود ديالك لله دونك هو بالنسبة لي فوق مبدأ الحرية عنده هو انني ندير اللي بغيت نطلقها على اربعة وندير اللي بغيت كتقول لي هاو الدراجتي هاو مبدأ الحرية اللي كتظر به انتظر راه ليس مطبقا فتشي بلاد من القطب الشمالي للقطب الجانومي حاولوا بعض الناس نقول لك هاد شي بلاد فارس قبل من قبل من الاسلام كان هادك مزدك والناس كانت تعظمه وتعتقدوا فيه واحد المقام عالي جدا وولد ذلك اسمه يسمى بالتيار المزدكي او المزدكية هال المزدكية هادو قال له موضي قال له من اللي قلبتها وضورتها وشفتها وزيتها وحطيتها من لقاع القناة تبيني بالليارة الأصل للمشاكل على جوجة الحوي الجنس والمال قال له من المال لان يفكوناها جزراء الجنس والمال لا يبقى احتكرهم تا واحد ويقول لكل شي ديال كل شي قال له هم زيانة قال له من اللي قلتها انتها ستكونها مزيانة وما يطلقوها على الاربع هذا تمد عموم الناس اللي كانوا فرحانين بالفكرة في الأول كلهم ناضوا ومتافضوا ضد المبدأة المزدكية لان وقعت جرائم وتشتتوا عائلات وتفردكوا أسر وتقتلوا ناس بسبب هذا اللي قال له هو واحد غد نتلقوها مشية على كل شي لان من اللي قتم غاد ينتز يوسف الزنقاء واحد بنت ليف مقانتك اقول لك ما شي ديالك ديالنا كاملين ارى بك المقانة اللي هنا ناخد فيها حقي تانا شي شوية وقتم غاد يفرز الزنقاء الاخر غاد يجي واحد يقول لي ارى لي تانا مقانة اقول لك لا رأي الله شديتها ارى دقافيه جنوية بجبهتو بدي المقانة اعطيتك مثال على المقانة خل معي لك انه غلم لك انه غيم لك انه فلوس بالنسبة للنساء نفس المبدأ انت غاد يفرحان يالله تسوق الشاب تقول المصري المزقطة غذي ناس انت او المرية ديالك ايه وحد جوج ايه وحد جوج الجنس ديالنا كاملين لا ولكن رأي الله مكين ما يالله فالناس من بعد الفطرة ديالهم انت هفضات قال لك اودي هاد شي المبدأ اللي جانه كان كيبان في اللولزوين لكن ما ادى اليه هو انه تدمير لحياة الناس على جميع المستويات لقاوا باللي ما غاد ليهم لا سياسة ولا اقتصاد ولا اجتماع فالناس يطرحون مثل هذا الطرح من حرية العلاقات الرضائية وحرية الاجهاب وجسد حريته الى اخره من اللي يجي يقول موضي الله يجزيكم لخير السعيد من التعظى بغيره والشقي من التعظى غيره به السعيد هو اللي ياخد الدروس من دكال مشاكية لكي اتطرى الوحدين اخرين واحد يشوف شكيد القارو في الناس يقول لك ما انا ما ستيندخل القارو على صدري وعلى وشكيد القارو في الناس يقول لك القمرا شفتها وقمرا شكيد القيار في الناس خرب بيوت معده تماما الشقي هو اللي يدير الحاجة لكي يخدوا الدروس منه هو لطرات لها المصيبة يقول لها ما بين هتلر وما بين نابوليوم نابوليوم دار واحد الخطأ هو أنه أدخل على روسيا حتى لداخل ديالها أكثر من 70% من الجيش الفرنسي الذي كان شده نابوليون لأن نابوليون كان يتعامع على أوروبا كلها لا يمكن أن يفرانيه أكثر من 70% من الجيش لأن نابوليون غيث له الشتاء الروسي فقط الذي يقرأ مثلا من المشاهدين الذين يتفرجون وذين يقرأ مثلا غيري بي للتودستوي غير قادوا على هذه المسألة كانوا مثلا يقولون أنه لا تجلبه مع الجيش النابوليون يتوعر يقولون أنه يقرر بالمدينة لكم هزو ذلك شيء يمكن أن تهزوه شعلوا العافية في ديوركم لكي لا يستفدوا ممتع حاجة وخرجوا وهو يدخل وهو يدخل وهو يدخل وهو يدخل وهو يجهدون ووصل عليه شهر عشرة شهر عداش كان يقولون الشتاء الروسي كان يهضروا على ناقص 40 درجة مئة ناقص 40 درجة مئة وسهما في القرن السعطاش في البديدات الماشيدة لم يكن هناك دودونة أو تلك الماركات تلج لأنه يبسون في الرندون ويبقوا عن طبقال ولم يكن هناك ويبقوا عن ذلك المنطو ويبقوا عن ذلك 40 دقري سلسوس عن الكليماتيزاتي وتلطق ماتوا يبط لهم كوفر يماتوا يجيش هتلر قرن ذلك الزمن من بعد يغفرها من بيتيز در نفس الخطأ ستالينجراد ستالينجراد كان الدرس في ستالينجراد لكن ستالينجراد هي الأوج الإشكال الذي كان يقع لهتلر وإلا عنده جيش غيز لي وعودوا معه نفس القادية وضربوا نفس بعد مرات الإنسان الذي يأخذ جنون العظمة لا يبقى يبلي أنه يستفيد من شيء يقول أنا لإنسان فرعاون مثلا مع موسى حيث الذي وصلت لحالة أول حاجة عندما رأيت الآيات والمعجزات سيدنا موسى الجراد القمان والدم والضفادع رأيت هذا كله ومن بعد وقعت فك القادية من رأيت زيارات زيارات قلت أخذ إسرائيل عدونا التسع مرتونا بدماغ وقف على الحدود بحر الأحمال والجيش وقف هنا قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال لإن معير بسيدي أنت فرعاون بالك بل سيد عنده غير عصر اضرب ها مع البحر تحل على جوج ومشاو الناس اللي معاه قال لا عليك أساما ستزعم أنت مازال دخل وراء هذا لكن من جنون العظمة تشد الإنسان تعملي البصيرة حيث الكبر عنده علاقة وطيدة مع الغباء قال ما الإنسان تكمبل قال ما يقول غبي ففي متاب اللي يجيب لي الواحد النصيح هدير ومدير شوك إلى تنصيح على الرب فمن اللي وصل هذا كن يقول نفس المبدأ الإشكالات التي تطرح عن أغلبية ديكتاتورات اللي يزور في تاريخ الأمة هو هذا فقد قلوا الناس أنتم جايبين واحد طرح يقرؤوا عليه الناس صدقوكم وداروا هذا الطرح هذا وجربوه ومعطاه نتيجة غير كان طرح نظري عمر شيء ما طرح نقول نجربوه لكننا جربوه الناس البشرية جربت هذا ثم يقول لك الحرية لأن الجسد المرأة وأنه دائرة على قضية المرأة الجسد المرأة يقول أنها حرة فيه على رأسه وعينها حرة بمعنى أنه يتملكها لا يمكن أن يكون حرة فيها أنا لم تستطيع أن نحل هذه الأخرى تخذ الأخ ما يمكن أن نأخذ القناعة يصاب 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 أخذ 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 لك أخذ المعاوضة يعني أعطي فلوس لك أخذ خلصيج هذا الجسد اخذته هيبة كيف أعطيك هذه الهبة إذن فين أنا لم أملكة تقول أنت الجسد ديالي ديالك منين 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 كتسبتي فكتبقى لك حاجة واحدة إنا خلقنا الإنسان من نطفتنا مشاجين نمتليه فجعلناه سميعا مصيرا إذن مدام هذا الجسد أصلا ماشين تلي ديالك معطيك الروح اللي مخليك تتحرك وتمشي وتحل علينا فمك وتفرعنا دماغنا وتخلينا قاعدنا هذا البودكاست هذا وتجاوبوا على هذا السؤال هذا هذه الروح اللي مخليك والله عز وجل إذن كل شيء أصلا ماشي ديالك انت فكيف تدعي أنت باللي رأى تقول ندري فيه اللي بغيته نجهد ونقتل ونطلعه من الله ثم الناس رأى ماشي آلات آلة مثلا طريقة التفكير مثلا الناس اللي يدري الركان وأنه يقول لك مثلا لهذه الخسرات سنحييدها ونحييدها ونحييدها لا أعجبتني شهد العيبة غالي ونحييدها ونحييدها المرأة مثلا رأى تطيحة بنادم رأى تصمت العيانات التي يحييدها بنادم يجعله إجهاض رأى ترى سكال بسيكولوجيك على هذه العيالات رأى مدة تدوز هذه السيدة وينبرزة أنا كانت عند الحياة تفكر ونحييدت هذه الحياة هذه الأمور لا تكتفوش على الساحة لا يجعلها لا يجعلها ونحييدتني فكرة أن أخي سنجيب ما حالة لديك إجهاض لا تعاود لك مثلا إذا أردت الأخت ونحطي لها وجهها أو من الأفضل أن يدارها نصابه تيمونياج تسرعوا على مجموعة من الأخوة لديك إجهاض لديك إجهاض الواحد من أكثر الأطباء اللي كان لديهم أنه يدار الإجهاض بحال أنت تغسل لك الكاس اللي شربت في القهوة الصباح عادي جدا دار عشرات بالمئات دي العملية للإجهاض هو نسيته وضعي نسيته وقفية هو الآن أريد أن يدار لديك لا رسوم شهورة هو الآن من أكثر الناس المناهضين لقضية الإجهاض قالوا انتظر أنه امدرت الإجهاض يجب أن نفكر فيها وليس مناسب لي وإماران نشاهد لها الإجهاض ومشاهد لها نستطيع لها منذ عمران علمان فعلي قالوا أنه منما أكثر وكان معها مشكورة فليس مناهي أيضا وانتظر لها وجاء في البداب قلت له تلك المنزل وقامة وإنكبر فلن قطلق قال لي وخ ما عدت الشيطر قال لي ما كتلقش قال لي وكندير بحالها وكيدخول هالشي في الراحي من دي المرأة قال لي وكان ماشي مكان مكاند قوال الدري قال لي كان قرد الدري هو حي الاخر كيتقطع قال لي ومكان دون جبدو بالطرف 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 قال لي هذا الجانب العضوي الفيزيوروشي قال لي أما الجانب النفسي بالنسبة لها دي المرأة قال لي هذه قل ليها رخصة متابعة بسيحة ماليك الجيكا تقول لي علاقات الرضائية يعني منك يقصدون الزينة قال لي انا المسلمين عندنا في شرع يتسميتهم الزينة هم ذو كل دباء خارجة القانون 404 نحن نشرب لا ايه بالرضائية فأكي قلت لك أقول دوسها بالنسبة لهذا المسكي والعلاقات الرضائية العلاقات الرضائية بالنسبة لنا المسلمين كان سميه الزينة فطيب انتقلت لي العلاقات الرضائية لمرأة حرة أنها الدراج جميل يعني ممكن أنه الراجل أنه تكون عنده علاقة مع امرأة مجووش به مم مش مشكلة وممكن تكون عنده علاقة مجعية لاتم مجووش به كعرف هذه هنا وكعرف هذه هنا اه مطرح مشكلة مطرح مشكلة مطرح مشكلة مدام هو باغي وهي باغاب والاخراته هي باغاب وثلاثة مدام هو باغاب والدراج ودرتها عشرين ممكن واخره نمجوج ونجوج مرة أخرى لا تعدد هذا الظلم للمرأة وإلى 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 وش هادي ماشي هادي فهمتين؟ صباح ما كانت؟ البنت عندها مثلا سبع تاشر عام ونش وجاء شاب تقدم له وغيرت زوج به لا ماذا صغير؟ هذا اغتصاب للقاسيرات وتكرفيس على البنيتات وكان الاخري واخر هذه البنت عندها سبع تاشر عام ونش ويجبت تخرج تعيش حياتها يو صاحبها ويتسالها ويطريبها ويضغرها ويجبتها ويجبتها لا تريد أن تجعوها ولكن هل يقولك هل موتش؟ لا تريد أن تجعوها للمبادرات لا تريد أن تجعوها للمبادرات واخر وكيف يجعله أن في سبع تاشر عام ونش عند الحق أنها تصحب وفي سبع تاشر عام ونش عندها الحق أنها تزوج أنا لم أضط معاقل تحت لأن هادو أغلبية ديانهم هادو الرضا عادي الفرنسا اللي كبروا بني دباب فرنسا تاهو مع عندهم أنه قل من 18 عام اللي بنت متزوج منوع الزواج قل من 18 عام المتابعة قضائية لحصلت أنك مزوج برا عندها قل من 18 عام لكن القانون الأخر الذي تفوط عليه كنظم الأقل في 2021 لما خلتني ذاكرة لا يمكن تمنى أن يكون شغال يفوط على القانون يسمح أن البنت ابتداء من 13 سنة 13 سنة يمكن لها أن تقيم علاقات جنسية مع شخص وأن تنظر على القانون يمكن أن تقيم علاقات جنسية مع شخص وكأنه سيكون لها أقل لماذا تبدأ مع هذه المثاق ويكون لها خيب لأن هذه المثاق غليل في مسؤولية ويكون لك أسرة وهذه الأسرة هي التي تحافظ لك على تدينك ويجب ان تشاهد لك أن الإنسان السوي هو الذي يشاهد أن الأسرة تتكون من رجل أمرأة ولدت إذا جاء الله لولدت ولكن على الأقل نوات الأولى هي ذكر وأنثى وبين قوصين هذه كانت فيها إشارة قوية من الخطاب للعرش للملك محمد السادس كانت فيها إشارة قوية وذو على قضية المدونة التي تكلمها لها مدونات المرأة مدونات الأسرة لأنه لا يبدو أن يتحدثهم عن مدونات الأسرة يجب أن يتحدثون منها غير المسائل التي تعلقها تخرج المرأة لزنها لتسفر وتخرج وتفجر وذو على قضية الاهتمام بمسألة الأسرة على اعتبار أن الأسرة المكونة من رجل ومرأة ومهمة هذه الإشارة لذلك لا يوجد أحد يقول لك لا نريد أن نفعل الأسرة ذاكار وذاكار وأنثى وأنثى وذاكار ومش وقرد وعنكوة لعنب والله لا يخرجوا لك شيء يجب حتى من الذي كان ذلك يقول لهم مودة راهم من الذي يقوله شيء حويس رخصكم غير تعرفوا رخصكم وما تقوله حتى بعد المرأة ترى الناس تجيبوا أحد الطرح غير حيث تشافتوا في أحد القمس وكتبون لك رغض يصدق لنا ثم من الذي تجي تدورها ونختمون ربما على هذه النقطة وما تطولوا وشفاء بساعدة تقول لي يقولون أنه من المبهورين بالغرب لهذه الطرح مبهورين بأوروبا لقد أخبرنا ما تصنع أوروبا ؟ لقد أخبرنا قرية أوروبا من الذي كانت تكلم عن التعليم قال لهم أن أدي التلميذ من التحضيري حتى الباكالوريا نكوانك في وغة حسن ثاني من الأخرى 80 بداية 90 كانت هذا الخطاب قال لهم أن التلميذ من التحضيري الباكالوريا يتقام على الدولة بـ 13 مليون ونص مليون سنتين يعني 13500 أورو تقريباً 13500 دولار لكي يتقام على الدولة التي يقرأ في المخزن عندما يتقام على الإنفلاسيون الله أعلم أنه يتقام بدره من التحضيري تهليبها 12 عام يزيد عليها إذا يريد أن يكون مدسان جنراليست طيب العام 7 سنين ما صرفنا عليه؟ ما يتخيلون الناس الذين تسمع الدولة ينصحوا المفاهيم عند عموم الناس ما يتخيل الدولة صرفات لا تخيل الشرك الوحد للصندوق لا تسمع الدولة ما يخدمنا عندهم؟ ما يتخيل الدولة صرفات يعني أنوية تخلصنا إنه موال دفع الضرائب ما يتخيله ما يتخيله ما يتخيله ما يتخيله ما يتخيله ما يتخيله في الطبيب يخرج طيب العام طبيب العام 7 سنين يعني 19 عام للتعليم ويزيد المزيد دقيق من أن يتخيله ما يتخيله ما يتخيله ما يتخيله ما يتخيله ما يتخيله حيث يقولي لطبيب قد قامات ضربنا عمس 1 عامين في مجارة القاراوي ودخلنا هنا وخدمنا في أطالب ما في مجابه والآن يعني لدينا ثلاثين عام وهذه البلاد تتنفق على هادك الطبيب لكن بما أن الوضع هي العامة في قطاع الصحة ما هي بدأك المستوى بذلك الغرب في دماغنا فهذا يضرب 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 يصل لحد مقاومة ربما القدرة ديه يعلن مقاومة ويزيد شيء في القدام تكون بعيثة لا يقدرش يقول لك اخوي انا اقدم استقالتي وتيمشي وقدر طالب للهجرة اخرى يقول لي مرحبا بك نحن بدفعنا شفك السنتين وقد نجيبوك تل عنا وقد دخلوك الفلوس ودولين الناس قرامت المشكل من اللي يمشي تمام يلقى الإطار مقاد يلقى المختمرات في مقدام يلقى القطاع مقاد يلقى أمر ويخير وعلى خير فبقينا على قل آخر درس كنت درته في الجامعة قبل من الكوفيد كان ذلك الساعة وصلني انه 600 طبيب مغربي قدموا الاستقالة ديه لهم كل يعني المجموع انشي كلهم مدفعوا في دقة واحدة لكن المجموع في البداية ديه في الاخر ديه في البداية ديه في الانسان في البداية ديه المجموع ديه لهم وصلوا إلى 600 طبيب اللي استاقلوا وهاجروا خارج المغربي يعني 600 طبيب ضرب معي أخويا وصلنا الكاركول شحل تصرف عليهم شحل الوقت البلاد شحل خسرة فيهم واحدين الأخرين شحل رابحين فبغيت أنتم من مبهورين بالغرب وعجمكم بالغرب جيبوا الناس لتخليهم مثلا هذه الطاقات وعطيتهم غير مثال بالأطيبة الانفورماتيسيين حدثوا على حراج تهزون كيلو الانفورماتيسيين يمشي الانجينيور وقس على ذلك جمع هذه العبادة في القطاعات تزقلوا وقس على ذلك باقي النشي يقاوموها ويحاولوا يفرضوها عليهم وما يبقوة القانون ويجيبها لنعمة ويجيبها لنزيدها لقدام ولكن هم من غير يقولون لك نحن رأسنا هذكا ونعطيك المثال المثليين والفترة لأنها كديرة لقيت رأسي مثلي بعدها ما نقول لهم ما نقول لهم ما نقول لهم لا نرى هكذا ونقول لهم لا تقرأتك مع دريات ونحن رأسي أو أنت تربيك مع أخوالك مع البنات ونحن تربيك لا نعم علميا عندما يمكنك أن تقول لك أن تقول لك نحن نعطيك ألا تقول لك تقول لك نحن نعطيك لا تقرأ لا تقرأ دخل التليفون جوجل هل هناك وجود لجين لمورثة مثلية يقرأ 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 فقط يقرأ يتولد ذكر لذلك يتكلمون عن مقاربة النوع يقرأ هذا يضع علىها ويقرأ يقول لك الذي يتولد ذكر أو أنثى لكن أنه يكون رجل أو مرأة ذكر أنثى هو السكس أما أنه يكون رجل أو مرأة هذا النوع يقول لك أنه لا يختاره أنه يكون رجل أو مرأة يقول لك أنه يكون رجل أو مرأة يقول لك مكتسب أنه يكون رجل أو مرأة إذا كنت أقول لك مدام أنك تختار أنك رجل أنك ذكر وأنك تولد مرأة يعني هذا لا يعني أنك تولد مرأة لا يعني بكل بساطة أنه أنت عندك خالل شيء وخيته إما على المستوى النفسي وقع شيء الطيراب إنسان تعرض الاغتصاب يصرف صغره يقول لك أنه يكبر ولد وسط مثلا 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 خطتصاب مثلا فتحهما مثلا كنت تحهم مثلا رسالة فتحهما على الوصف فتحهما تأكد ما يعني كتشم مثلا مثلا بمزان راجل ولكن كنحسب رأسي أنني راجل مصدود عليه في المرأة وهذا كلها عمارة عن خالل نفسي للأصل في أنه يعانج سيأتي واحد يقول لك ديمة بين ذكر الأمثى كين اللي كيتولد عنده إشكال مثلا على مستوى العضو دياله التانسول وهذا من اللي يقرأ الباكسيونتي فيك رقرأ هذه المسائل هذه هذو كنقول لهم مش هذو شحال النسبة لها قليلة جدا قليلة جدا وفي هذه الحالة حتى شرعت سيدا ربي ما خلاش لك هذه الخاوية فوقها عبر التاريخ لقوع لما يصطلع عليه بالخنثة ماشي إنسان مخنث هذا موضوع أخر هو اللي دون علي عنده خالل نفسي ولكا أما الخنثة هو كيكون إنسان يميل أكثر يعني فيزيولوجيا أنه يكون مرأة وعنده ربما مثلا عضو تانسول ذكاري لكن كيكون مثلا مضمر بزاف وصغير ومع عنده استأثيرة على مستوى الهرمونات هنا الفقه يتدخل الفقه يتدخل واشطرعة استدربية تدخل لإصلاح هذا الخلل اللي سبب فيه إشكالات ربما مثلا المورثات ما بين الراجل والمرأة أو لا فكيقول لك أودي هذه الإشكالات التي تطرح كيقول لك ينظر ينزع أكثر إلى الأنثى أم ينزع أكثر إلى الذكر ليس الراجل والمرأة الذكر والأنثى أم ينزع أكثر إلى النوع فكيقول لك أودي إله هذا عنده خلل فكيعتبره شراع في حل المرض والمضخص طبيب وطبيب يعطي الدواء فكيقول لك هنا ممكن أن تدخل حتى العملية الجراحية لإصلاح هذا الخلل ويلحقه بأصله يقول لك وراء 80-90% مرأة وغير عنده شخص لإشكال العضو التناسولي يشبه العضو التناسولي الذكري أما وراء مضمار وصغير وكذا وفي إشكالات فتتدخل العملية الجراحية ويلحق بالمرأة هذا يقول لك من صغره أو لك يكون العكس ويلحقه ويلحقه بالذكر لكن طبعا بيسرع عندها ضوابط ديالها ليس ليس شخص يقول لك لا حقارة قالوا ينظر كل نهار واحد البودكاست ليبقى شي العيبة يمشي در أوبراسيون أم لا شيء تسير معنا ولمعرس هناك تلقى مثلا يكون عندك الطبيب الذي هو المسلم يكون ثقة ليس شخص يلعب في عباد الله يكون ثقة ويكون تاقل شغول له ويتجمع الآمسيدي مع الناس المخولة لهم الفتوى العلماء المخولة لهم الفتوى يقول لي ها أنتم هالحالة لعنا الحالة لعنا كادا 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 الفقيه يشد هذه المعطيات الطبية ويضعها تحت الأصول الشرائية ويقول لي ها سديق ديغراد خرجوا السيد من هذا الإشكال الذي هو فيه ويقول لي ها ودي الله هذا درجة ما عنده إشكالات لا يتعرض على طبيب نفسي لكي يقدل المسائل النفسية لا يوجد مشكلة العلوم فهذا هو الفيزياء المسلمة هذا هو أنك تدخل في العلوم لكن الوحاد الخلفية الشرائية هذا هو الأصل في هذه المسألة أعتددك القادية التي قلت لدي أن المثليين يقولون المثليين حيث يعيشون حواجة صغرهم يعني نورمالما هذه الجمعيات التي يدافعون لهم من الحكومة يدافعون لهم هذا هو أنه يجب أن نفهم إذا أعرفنا أنه يوجد أصول لذلك الجمعيات منه هذا هو أنك ترجع لمسألة الأصل لها يسهل لك تفهم جميع أنك تدافع لحقوق الأقلية معينة لا ينغمض عيني ونسكت هذا لماذا تفرض علي أن ينقبلنا هذه الأقلية لماذا قلت لك أنه لقيتهم الزروطة ونضربهم الكثير من الناس يحوروا ونضربهم يقول لك إلى واحد الضرب تصرف واحد تصرف خيب مع واحد السيد الذي لديه مشكلة للجنسية المشكلة في هذا الضرب لا تتربى على الشرع هذه السنة ربية أن هذا من الأحكام التأذيب أو التعذير أو الحدود هذه من الأحكام السلطانية يقوم بها أوليان وأمور هذا يقوم بعموم الناس لا يوجد حق عموم الناس يقوم بهذه الأحكام إذا أحتاج لك أن شيء واحد عنده المستوى المثلية الجنسية الآخرية وكانت تطبق مثلا للحدود وترعى هذه الأمور الآخرية يرى هذا السيد سيوتى به وترعى أصلا بعدها سترعى عندك خلية الإنسات لأن هذا الدري في الأول سترعى عندك يتعرض للتنمور مع الوليدة الابتدائي لا يوجد الحصارات الاجتماعية لأنه يستطيع أن يقوم به ونستطيع أن يقوم به ونستطيع أن يحبسه ونستطيع أن يقوم به ونستطيع أن يتعرض للتنمور ونستطيع أن يكون عندك خلية الإنسات يكون فيها وحد طبيب نفسي خاصة كيف يتصنط الولياء ثم يتصل بالواليدة ونستطيع أن يكون في المدرسة العمومية يكون في المدرسة العمومية يكون في المدرسة الخاصة هذا الشخص يكون عنده في المدارس العمومية ينسلوا الديكوت ولداتنا يتعرضوا للتنمور ويقعوا لهم مشاكيرهم لم يتصندوا لماذا عدد منهم ينحرف لماذا عدد منهم يمشي للشذود لماذا عدد منهم يمشي الإلحاد لماذا عدد منهم يمشي انتحر وعبضهم كتدرش لا شيء نعم سيدي وحد الخليدي للإنسات وعطه الوليديه ما هو الحل؟ سيدي انتبهوا مع الوليدي قدق ونستطيع أن يقول لهم هذا الوليدي هذا في القسم حاولوا تحميه من هذا الدلال وما تزيد فيه ذن ونستطيع أن يقول للعابة لا ترجع معنا صاحبين تداري بحل انتوا وكذلك إذا كدقوا لي من اللي جيتوا أنتما كجمعية الدافع للحقوق ذلك الناس أصلا لو كنا عيشين الإسلام لذلك الناس لم يحتاج إلى جمعية والذي عنده شيء خلال يمشي الدافع والحقوق ذلك هم محفوظة من اللي كدقوا لك الدفع للحقوق ذلك الأقلية لماذا تتفرضهم عني لماذا خصني أنا نقول رب نيهانيا لذلك العقيدة تقول لي ليهانيا لم يمكن أن نقبل أن يقول لك أن تتجوج مع رجل ويقول لك في حقيقة في إطار الحريات وشغولهما ذاك لذلك تدمر لي الجنس البشاري ويريد أن تتقادي معه لأنني ستتجوج مع رجل وقت تتجوجت مرة مع مرة وقت تتجوجت مرة مع مرة وقال لها تخريجة وقال لها تتجوج من الأمور وقال لها تتجوج من الأمور وقال لك رم صايبين وقال بأن مكان الحيوانات المناوية كان لدينا شيئاً أخرى البنك يحتوي على الناس كل شيء يبيع شراء في السعب وماكياج للجل كل شيء يبيع شراء كل شيء يبيع شراء فقط هل تحضر لعب هذا الأول أو كيف يتبع لا تحضر لك لا تحضر لك لأنه يحرر لك لا تحضر لك يقول لك صاحب المؤامرة الكبرى ويقول لك أسامة كانت تبعوا البودكاست وكانت تحضر لعبتها ويضعوا صورة لا تحضر لعبتها وما قلت لك؟ مرحبا بكم في إيكوميا.شوب لما تستطيع القفايا لكي تسجل معنا اختروا لكي تكون فورنيسور اعمر الاستمارة لكي تأكد الحساب لا تحضر لك لكي تحضر لك لكي تسجل معنا لكي تستفيد من الكثير من الخدمات ونزيدك منجر دروبشيبين كل نف Hur بكم يا الضمان والأمان والإتقن انت تعجبني السياسين جميع العلو لا 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 كيف تستطيع أن تكون جلسي مع الدلالي لكي تصوروا اي شيء بحركة فكأن تريدين على عمل لا تستطيع أن يكون لكي فيديو تشغل مرة لا تصوروا وكأن تبقى لا 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 هذه الدلالي يستطيع قناة永نس ونزيد أنا أخ ايوب عمراني و لكن قنات ديالك في يوتيوب قناة حقيقية لا قنات القناة الرسمية و ستجد يسل عنه عندك فريق و لك التكلف لهم و طار و ما الدرق يتكلف و ما كنه و ما حاجت ما فلوه لما ودناد في المطالة لم يتحدث عنه قال لي يا سهل لي كيف هل نتكلفه لما سيحفر فيها الفرمة و قد يدير لقناه نصنش فلوه و قال لي هل تكلفه من الفيلم على السن لأن هذه القناة خدمة لدعوه بمعنى لا من حيث المضموم لأن يعني إذا كان لديك شيء ما مرحل الانسان تشغل مع السنسان من الأخرين تشغل جانب الدعوة يحب لأريد هذا الانسان من انتخلص والصالح يعني تمشي الانسان من يوتيوب لا اهل هو الانسان مع الإنسان في يوتيوب لكنه يتخبره جانب دعوه حيث عن هاتف سنواتي عنها قبل ما كده هل تستفضل به لا هذا ليس مشكلات لم يبدأ ما ترح له مشكلات وكيف يدخل فلوس بيوتي لا دا الو فأنا ناضي صدح لي للشيخة وكيف تلقيت تراسيب اللي كانت 92 مليون ونص لا شيفر يجبك زوائهم يجب لك 50 مليون ونص يقولوا اقدر لا لا 92 مليون ونص كيف تلقيت 92 مليون ونص كيف تلقيت 92 مليون ونص أنا مبرع لك 92 مليون أم حتى من خلال فيسبوك وisoتكلم في فيسبوك يمتلك كثيرا مؤخرة كانت تبارت مرورة ودأت تصعب مع تصنبات كيف تلقيت تنشع قناة فيسبوك صباح فيسبوك ويوتيوب ما هو الاربائم ما هو السيبائم وجمع على ما اعتقد 40 ألف وحد وكيقول لهو خاص التباع التعمية والتدويتين لابل الناس انتاقدوا القديمة لما فهمت انه شي واحد قدمه الدير امدير لكم مثلا الانفورماتيون انا اشرح لك الناس لابا انتاقدوا القديمة لابل الول خاصكم تخرجوا من الخدماء ووظيفة عبوديات ماذا نقول لك؟ ها اه والسيد عندوا براند قبل مقاولة يقول مع رسول أنا مقاول لذا انتك مقاول ادخل فلوس من ضمن مقاولة انا ادخل في يوتيوب في حلوما يعمل لك المواضيع لمواضيع ماذا ما نقعنا وقال شئ مات محلل هذا الذي استطاع عليه بصانيح معتاوى صانيح معتاوى نعدي لكم الماستر كلاس لكيف ادخل العقل فلوس كيف يدخل في يوتيوب وفيسبوك وكيف يدخل في هذا المنزل تشجلوا في هذه الفورمولا قالوا لهم مدى 40 ألف وحد قالوا لهم أريد لكم ثمان رمز في المغرب ما حالها سياسة 100 ترهام و 150 ترهام وقال لهم بحالها كشار طبل الحمض و 990 ترهام بعد 3 يام أتولي 3500 ترهام كل شيء يدوى عليك كل شيء يدوى إصدار يدوى الإصدار ليس بحجة أنه يستطيع دورها لأنها تستطيع دورها لا شيء مختلف ولكن صحيح المحتوى لأنه يتم صحيح المحتوى وفيسبوك ويقول لهم يتخرب ويقوم بإمكانك داخلها ومن الناس يتعاقون لهم كيف تكون صحيح المحتوى كانت كما حاول أن نفهم كما يقصد بأنه يدفع الصناعة المحتوى بمعنى لديك فورماسيون مثلا في الكاريتين مثلا كيف تفيلمي كيف تفعل منتاج ونوعية المواضيع كيف تختار منها ربما يقدر يكون من معرفة صراحة ربما يقدر كيف تختار المواضيع كيف تختار المواضيع لكي في نفس الوقت وفي نفس الوقت لا يكون محتوى غابية وفي نفس الوقت يمكنك بشكل موضوع من الناس انتقدوا لأنه كان يتعاق في يوتيوب كيف جوجل ما أرى أنا من إسمالية هذه أنا من إسمالية هذه الحدود التي صرحت لها أما لم يكن أخذ الحصة. في حدود هذا اللي قرأت لي أنتقل إيوساما أنني أعتقد أن أحد السيد بغير أن تنقل بأن يكون في يوتوب علما أن تلقائك من الإخوانات في يوتوب هذا سيكون هناك في التدريب. علما أن أدخلت إلى يوتوب وقدرتي الإخوانات في البيوتان لكن بعد مرة ما يوقع هو أنه كان لدينا المشكلة التي كانت لدينا بزمان نحن هو أنه كان لدينا صعوبة الوصول لمعلومة لا يوجد أنترنت لا يوجد لزان سيكلوبيدي لا يوجد لديك الحق لدخول الببليوطيكي الأخرى ما هي الصعوبة الوصول لمعلومة هي صعوبة اختيار المعلومة لكي تأكدر جوجل مما أدخل في السؤالs يمثل اختيار المالك فتكتب مثلا كمانو فورماطي مثلا مثلا ماك معي ما الذي ستدخل ستلقى الغراق مثلا جوجل الفتارة ثمانية المليون تصلي ما هو المعلومة التي ستعطينها لديها المعلومة التي ستعرفها فأتي أحد يقول لك أن هذه المعلومة التي ستضربها وتقلبها 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 ولم تعرفها سأعطيها لك ونضعها لك ونقوم بعملها هذه الخدمة مؤدة عنها حسناً في هذه الطريقة هناك شيئا مقدئة مبدئياً أما إذا كان هناك نوع للتلاعب سأخبرك أيضاً نتكلم بلحة الله نتكلم عن الاتصال عن طريق الواهم هناك تظهر الناس ينتقل يتضيف الناس وإن التصوير إلى انواء في الناس ومن انية التصوير وإن تدعيات الملائق ومعنى الملائق ومعنى الملائق في الناس، ومن انتقد السيد كان لديك كومنتيسيون فورماتيون حيث انفورماتيون بيونس عندي لك واحد الخدمة انت تخلصت عن هذه الخدمة حيث نوجد هذه الخدمة لك وضربتها تأمارة وقديتها وننشي قد نعطيها لذلك من الناس الذين انتقدوا لك يجب أن نرى ما هو السيد وماذا هو وجه الانتقال لذلك بعد مرة عادت بنا يستطيع انتقدك كنت تلقيت على واحد السيد وكان طيب عندك فرنا فرنا مجال هو غير انه تحضر وطريقة الناس وطريقة تسويق طريقة تسويق تدوره مرمال وكيشركات كبار صدرتها كم نقوم بالإدراس وقالوا فقط هذا كان في القديلة نحن نشي معها على البرز نعم هذا يبقى اختيار في الساتيسفير ورنبولسي ونعجبك الحال وردو لك فلوسك هذا يبقى اختيار الذي يدين هذه القضية لا يمكن أن يلنصيها لأنه في هذا التحدي الذي يلنصي هذه القضية هو شخص يتلقى متأكد بنيسبة مليون في المئة من النجاح فأنت ترى يقول لك سيدي ما شخص تقول لك يقول لك انت خوية كيف يقول لك هاه هي حتى الى السوق كامل حتى من هذه القضية تجدها فاغور هنا تحدي ومريسكي كان فعلا المتقن من نفسه فهي يقول لك هاه هي ويأتي تخرج و سأجيب دوره و سأقول لها رفيع لن أتبري اللي علمك انت هو أحسن بي إليه كان غير كيبيع الوهم غير العب على الاستحياء ذلك ليها غالباً ما كانت شي تعمل عليك أغلبية الناس كيتكالوف دقيق إذا طعفشي واحد وجوج لي جال الله ومبالك ما عندوش إشكال مطيحة في البروز غير يقول لي بالله فيه و غير يجيب دوره و غير يجيب دوره يقول لي انا مطيح عليك أنت يا ثلاثين دوره و أقول غارة لي هذا بأعطي لي يا بابو برضاً لست جلقيته و قال لي يا الله أفرد فكاد قول لي أعطي لي البلاتي في دوره مثلاً ستس في أورون بورسي يجب أن تكون بعدها انتيقاً بالنسبة للمية في المية أن فعلاً تقديره تكوين يجمع الناس جميع لأنه تكون ممتاز لأنه يمكن تبيع الوهم للناس في حالة وقتها لكن لا تطور يجب أن تبيع البلات التي تبيع كل شيء في السوق كل البلات التي تحليل الحبوب والباب والبرس والجوج العيالات والطهر الصغار والمشروع مقاولات و بعدها لكن سيبيع بها مزيان مرة واحدة يجب أن تحليل الحبوب يجب أن تحليل الحبوب يجب أن تحليل الحبوب هنا تبقى المسألة النصب والاحتيال لأن الناس تغويت على المسألة شخصياً إلى ما تبين أن هذه المسألة تستحق ونحن نخلقها الاخرية والأفضل أن ندخل ليس أفضل أن نخلقها تبقى بالطبع لأنه يجب أن تحليل الحبوب و تصدق أن نص عام و تبقى أخرى حسب المضمون لأن الأشخاص تقبل على افجائي الآن يجب أن لا تحليل إضافيها الإساة المثال على الجفن ستعوم باللوجيسيال ستقوم بفتد judgment تنكتلك المعلومات إذا كانت تحتياله من 7 يوم نعم عندما نحصل الى 7 يوم إذا كانت تبقى لتعادة تنفيطان سوف نحصل سنضخ على الموضوع سنعود على الهاتف في الموضوع يجب أن تحتياله مما يجب أن تحتياله إذا سنحصل على الموضوع يمكن وضع الموضوع مدرجة التجاه أليس وأن تكون هذه الحالة لن يجب حسابة الأول في عام المحترم فسنا للأوكرانيا ، روسيا و كدا و يتدخلناreatه في المغرب و عندما ذلك المغرب نرى كيف سرمية المغرب في في الحالي و في الصعودية يعمل و أين سأسترض؟ لأوروبا الأشرقية لا ذلك ليس أرقبا ليس أصباب للأسيا اسيا بين لماذا هبناء العدو لأولاد السعودية؟ يوم الأرقب لكي فعلت في إيران مائعا ما هو قاعده في إيران مؤخرا مؤخرا صراحة لم تبعت الكثير من الأكتواليتي مهمة سيداء لابس السيف و تفضع لقب الفولار والتضامن مع النساء التي اختاروا يحرقوا الحجاب كانوا من التظاهر خصوصا لأنهم كانوا نساء عربية ومغربيات وشاركوا في هذه الحملة لا هي الحركة ضد الحجاب لا يوجد حركة غريبة ولا بصعودية لا يوجد حركة مستوى العالم داخله تحت الدراب الكبير هو الفيمينيزم والفيمينيزم مع الهومو سيكسوريتي مع الجنسي مع المسائل كل هم سيصبون افتجاه واحد القضية من القبب يصنع عليه بتحرير المرأة لكن يجينا نقلبه مثلا لا تحرير المرأة ولا تحرير المرأة لا تحرير المرأة الموضوع الفيمينيزم والحركة النسوية والحركة المسائلة للنساء من أجل ضمان حقوق المرأة لماذا تحرك هذه الامارات في أوروبا لماذا تحرير المرأة لأن المرأة لا تحرير المرأة لا تحرير المرأة لا تحرير المرأة إلى حدود القرن 15 بقى الكنيسة الكاتوليكية تتنقش ما المرأة ممكن أن نعتبرها إنسان الذي عنده الروح أو لا نعتبرها غير شيطان مخلوق على قبل الإغواء الرجل لأنهم مثلا الخلفية النصرانية في أوروبا تحمل المرأة المسؤولية لإخراج آدم المحرفة طبعاً المحرفة لا 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 فهذه المسائلة خلت أنه قلت لك ما كانت هي سبب إغواء آدم لكي خرجته منه لكي كان سببها لكي خرج من الجنة الله عز وجل عاقبها بالحيض وبالآلم ديال لولادها يعني مسألة ديال أنها تجيها للسيكل ديالها ليس مسألة فيزيوروجية لعندها علاقة ديال وقت ديال خروج البويضة بش ممكن المرأة أنها تولد وتعيش ديال السعادة ديالها ورجلها ووليداتها وتكويل الأسراء والتناسل والبقى الاستخلاف ديال الإنسان في الأرض والشرف ديال أنها راه هي اللي كتحمل إلى آخره لا بالنسبة اليوم هذا كعقاب إلهي والله المرأة لتعذبه لذلك تحس برأسها ستتكمل هذا العقاب الإلهي خاصة هذا الفيلم الحمالة إلى آخره أنا اختصرت لك مجموعة عمل الأمور خاصة هذا الفيلم لذلك قلت لك القدير الكنيسة لأن مثلا الناس الليتراتور الفرنسيز يعرفوا أحد الكاتبة سمتها جورج الصند جورج الصند في القرن 19 كانت تكتبها في الرواية التي تتكلم عن العربية وكاردائي جورج الصند هي مشهورة بجورج الصند بكل بساطة لو كتبت كتاب لا يدعى فيه يعتبرنا المرأة لم يكن حقا لا تكتب هذا هو الغرب الذي تتبعه نقول لك جورج الصند القرن 19 لا يدعى حكاية ألف ملينة فمع الثورة الصناعية وبدأت الخدمة إلى آخرين تم نوع جديد من الاستعباد للناس فذلك الشيء الذي يضربه الخدمة من الصباح تالليل كان الراجل يقدر يخدم 17 ساعة عادي لم يكن أحدث عن الناس وشيء ملوض وشيء مالادي وميوتويل كله نسا يقول لك أنه كان يبقى يخدم 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 وكان يخدم يخدم 10 ساعة في المهار ومارو يقول لك أنه يكون لن يحصل على الخبز الذي يكفيه وكذلك يخدم يخدم ويخدم يخدم فلقاة المرأة أصابي من قرارة الخدمة ومن قرارة الفلود لا يوجد حق في التصويت 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 وكذلك وكذلك فبدأت الحركة النسوية من أجل المطالبات يحقق المرأة وهذا أمر مشروع لكن المسلمين لا يوجد المشكلة من سنوات ضوئية حيث الله أعطاه حقوقها في أمان الله أمر غلبي السيدة عيشة رضي الله عنها شحل روات من الحديث في علم الحديث شحل روات سيدة عيشة روات من الحديث وهي من المكثيرين في روية الحديث هي أوسن أبو غريرا أوسن عبد الله من عمر السيدة كانوا يأتي منها كانت فقيها فاطمة الأسترولابية فاطمة الأسترولابية فاطمة الأسترولابية ه edible اسموبات مستخدمين يجب visa للن ÖFL في سحرة في أي بل в exc María يستستعملوا الاتجاه الالتجاه كانت فاطمة الأسترولاب obviously èce أنني هذا كل من أجون هو مرس وهي القدس الهم اللول يالها اللي بغايت نصلي فينين قبلها هذا الهم رقم واحد فقالت إذا ما حلم من واحد ممكن يكون في شي قنت مضممه محتاج يصلي إذا الهم اللول هو ربط العلاقة بالله عز وجل فين مكند ونشد العلم ونحركه نعمسي فالالتجاه هذا بش يزيد قدلي على خلص بهؤلاء تنصر الأمم بعد الناس هادوا بش الأمة الإسلامية الفترة ديالها اللي كانت اللي حاكمة الأمم بجميع لجميع المستويات كانت فترة مكتوبة بالدهب لكن هذه اللي يرى اليوم هم معنى وأحلى فمن لك يتقرر التاريخ للوليدات أنا أقول لك بماخب خلفية الإسلامية من لك يتقرر التاريخ للوليدات يتقرر بجوجة الخطوط زمانية سباري يقررهم في أحسن الأحوان يقررهم من المسلمين بالخط لهجري ومع ذلك يتحيي هذا الشيء والتاريخ كان يتقرر للدهب لأنه كان يتقرر في أوروبا بالخط نصرهن ماذا يقول لك أن يتقرر الجوجة لما تقرر لي في المدرسة؟ لأنه يقول رفل وقيت اللي عباد الله لأنه يأكلوا بعضياتهم لا يعرفوا شيء يستنجاو وكانوا الأمراء يعملون مرات في العام لأنه لم يكن لديهم نظام الماء الجاري فكانوا يخافوا الماء الراكض يخافوا لأنه سقفة المرس لم يكن يتطوره في الروح والذي قرروا بارفان وكانت تقرر بارفان لأنه يتقرر بالخطوة الزمانية وقيت اللي كانوا معيشين تخلف حتى كانوا من النور اللي كانوا يتبشوا عليه هذه المسألة لا يوجد وأي دردادة قرحت البكالورية سأقول لهم عصر الأنوار سأقول لك فرنسا القرن 18 أي عصر الأنوار لأن الأنوار يتسبب لهم الفلاسفة لأنهم جاءوا ونوروا العقول للناس من الضلام اللي كانت معيشاهم فيه الكنيسة أكما حضرة لم يكن هناك الضلام اللي كنا عايشين فيها كنا عايشين في النار كنا عايشين في النار والله يفتحك ولينا في الضلام دهباء القضية دهباء كانت تفاول بالبالي لكي تحس لكي تحرق النبوة لكي تكون لكي يوجد المتشبيين بالنساء على المتساعة لكي يرى أن أحد يقول تعصبك وكتفقسك ولكن تقول صدق رسول الله يعني تقول هذا من دلائل نبواتك سيجري بهالقدر نحن أخذنا أننا نقدي والذي علينا في هذا الوقت نوعي ونذكر الناس ونبين ونكسع وكل أخر نستعاليهم بمسايدر الذي تريد أن يتخطر فقالت لكم من الذي جاءت النسوية لكي تدفع الحقوق المرأة وفعلا كانت العيالات منطهدين وكانت مكرفسين في أوروبا إلى أخير لكن وصلت من المدافع على حقوق المرأة لمنافسة المرأة للرجل فأقول الهوس عند المرأة أن هذا الشيء الذي يجعل الراجل يجعله تفوق عليه فبدأك يبنى تشبه بالرجال في القديمة في القرن العشرين بدأت القديمة مثل المرأة تلبس الجين ومع الحرب العالمية الثانية لكي يخرجوا المرأة لكي تفوق الخدمة لكي يجعله لكي يجعله لا يجعله أن يتبني لا يتماشى مع الطبيعة يجعله أن يجعله وكي تبني لكي تبني على أنها قوية وبانت هذه المرأة تضارب هذه الصلوبة في رسم الحاملة التحسيسية في الأمريكان وهذا الزيف الذي يتحزم هنا ومقفضة بحركة مرأة قوة قوية وحرة مرأة قوية وحرة وهذه المرأة تحس براسها بالرأة التي تمارس هذه العبارة تغطي على النقص العددي للرجال وعندما يأتي وعندما يأتي خدمتنا الأصلية تربية الأجيال وتوعية الأجيال والقيام على الأسرة لا وهذا الضمنية وهذا الضمنية لكي يزيرها ويخشوها المراكة التي تعترف ضمنية أنها رأى قل من الراجل أنك تقول لك بغيت نولي فحل شيء واحد أنت كنت تعترف ضمنية أنه رأى حسن منك ففي حين أنه لله عز وجل ما جعل العلاقة من الرجل والمرأة علقة صدا علقة التكامل ومن آياته من الآيات دالة على الله سبحانه وتعالى على طلاقة قدرته وعلى وجوده ابتداء ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا الرجال خلق لهم العيالات وعيد خلق لهم الرجال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومدر اليوم دابا لتتنافسوا معها برض فعل لتسكنوا إليها الموسيلة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون لوقع دابا سواء في إيران لا يسلم من هذه الحركة ديلة النسوية التي تحاول أنها تحول المرأة من أنها مرأة التي هي جزء في أسرها والتي هي جزء في مجتمعها وعندها مجموعة من الأدوار هذه هي أم وهي أخت وهي بنت وهي كدرنا وبنت عم وحفيدة هذا كل روابط يجب أن تقطع لكي تقول لي أنه ما يصطلح عليه بالأنثة المتمركزة حول ذاتها كي كان يقول الدكتور عبد الابي بسير الله رحب الأنثة المتمركزة حول ذاتها لا تعترف بالتحاجة من هذه العلاقات قلنا صفحة صفحة مؤخرا لا تحتاج إلى شيء مؤخرا كانت رأى واحد الفيديو صغير ودعوا به البس من السائحات أجنابيات وطلقوا مع سيد في المناطق نشلوح أننا في المغرب هم صافرين ودك السيد نحن رأي عن شيء الذي يقتلهم للخبزا والذين الخبزا وقال المفرحانين ولكرام قال لهم وكلام فإن نقول وأي شاهد المناطق أي وحد ما كان لأبا وحدية لكن أي وحد ستكون أقل شاهد المناطق شاهد المناطق أول وحد من خارج المغرب ورقوا معه شاهد المناطق يوميا السياح يمشون مصدومين يقول لك لا تطلق للموحد الوليب صغير وسوّلناه ومشا معانا توصلنا ضرب معانا خمسة كلومية توصلنا ورجع من اللي قلنا ليه قلنا نخلو عندكم شيئا لها عدد الشهادات على شهادية لدارة البن اللي بقش الشي شوية القبل هدوج السائحات بكل بساطة هدوج شادات جنسيا جوج متليات عايشين مبعضية وداروا واحد سفارية وسط إفريقيا نطلقوا من المغرب كلهم واحد يترى وقد يعطونا نبين لّا لا نحتاج شرق ماذا قلنا نبين لها? لا تبين حاص scroll لا تبين لها اذا كانت تقوم باستخدامه بذلك فقط البلد التعلم اللغة من بعضه العلمية سوف ترى نوعية الشخصية المعتوطة سوف تتلقى منزر مزر مزر والقادية انا فلانا and her girlfriend وفلانا اللي كانت تحضر حسنة حسنة دي الولد وهنا طلقة الشعر وديرها نص انت تعلم عنها انت تعلم عنها انت تعلم عنها هذه اللي طارف ايران هي حسابات سياسية وستعملونها مجموعة من ايديولوجيا فقط لا غير بكل 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 بساطة ومن اخلقها ويشترون لهم منها ويشترون لهم المرأة ومع الحقوقها ودائما المرأة ابحثتها في الوجدان البشري المرأة كيف يسمونها مرآة ضعيفة فدائما يحدث تعاطف معها اذا كانت يصبح مجدد بعض المرأة قبل ان تعرف انطاري نقولت مرة عندها الحق كنت اللي غالط. تنشوفوا ما هو الطريق وتحقيقه وكذا إلى آخره. ممكن ذلك الساعة نفرزوا. لكن ابتداءاً يقول لك عليك ذكر عمراء. مراء ما ضربهاش. عندك الحق. عندك الحق. لكن في الوجدان الداخلي ديال البشر يقول لك المراء والدر الصغير لهما تحقر. معناتك الحق. أي حاجة تدرتها معهم تقدر تكون يا سانتور نوارف تيكواندو. لكن هذه مراء يقول لك وديمان لك الحق الساعة أنها ضعيفة. فمن اللي سنجي ونبغي نوضو الصداع مثلاً على دولة إيران أو كذا. من أحسن المداخل اللي سندخلوا بها هو أن النظام هذا سيقنع النساء. وكذلك تعبر المرأة على أنها متحررة من هذه الربقة الضغط وكذا إلى آخره. ممكن محسن أن ينحي الفولار بهلي وأنه نحرمه. وطبعاً هذا يأتي على القاناة ديال عمر الله لكاره الحجاب ومتي يحبوش الحجاب إلى آخره. يأتي لك شيء برضاً وسلاماً. حيث ما كان شيء دليل عندنا خاصة ولي الأمر يعاقب النساء لم يديني الحجاب. لم يديني الحجاب. ليس بحل أمور الأخرى بحززنا لك ذلك ولي الأمر خاصة. صحيح. فعندك مثلاً القادية مثلاً اللي قمت بإيران عموماً الدول اللي تمشي في التوجه ديال أنها تفرض وحد المسألة اللي هي ظاهرية. هذا كيكون فيه خلل في المعاملات مع الناس. لأنك تبغي تمشي الناس على نمط واحد والتحت لا تدري شنو عباد الله كي يتبخى عندها الداخل. لا تدري شنو كي يتبخى عندها الداخل. فنهارك يوقع مثلاً عندك التغيير يقدر بك التغيير يكون شيء شوية عنيف. لأنك يكون عبارة عن ردة فعل. هذيك ردة فعل اللي كجي أنت مكت ضمنش كون يقدر يحركها لك. يقدروا الناس ينطالقوا من ديتهم لروسهم. ويقدروا يكون عندك الجهاد جين من براهم اللي كي نغزوا في عباد الله بشوية بشوية وغي يستغلوا هذه المسألة. وغادي يخدموا بهم كما العالم. وغادي يخدموا بهم تين وضعوا بروينة لآخرين. بعد يقول لهم صاف انتم ما قذيتون للاتران. تقعزوا لهذه الجراز لكم بخير. ببغا يجيوا الناس لغا يستعبوا الخناء. ما عادي. هذه عبارة تاريخ المسألة في 1789. الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية اللي ناد ونود الروينة إلى آخرين. يعني اللي يخرجوا واتضربوا وكلام عصائي لآخرين. هو من الفلاحة وعموم الشعب إلى آخرين. لكن من اللسانات الخامية ومرنات ومشاوه ودروا وشدوا هذه الغلاصة وقدوا إلى آخرين. وشكرا تقاعدوا من تغلقوا روبيس بير والكوبانيا دي. هم اللي يشدوه. من بعد من روبيس بير ودونطون والمجموعة اللي كانت معاهم. من اللي قادوش انتوا الشعور إلى آخرين. فقال اليوم خدمتوا معايا مزين إلى آخرين. ناد روبيس بير بدك يغيز لهذاك اللي كانوا معه. ومشهور المقتل اللي قدرها في الظنطون والناس اللي كانوا معاه إلى آخرين. ما غيز لهم هؤلاء. يعني مسألة طبيعية. فمن اللي كانت تقهر الناس لأحد المسألة معينة. ايش الله عز وجانك يقول نبي عزونك ولي لست عليهم من المصيدر. لا يمكن أن نكره الناس. لكن يمكن أن نربي الناس على محبة مجموعة منهم. فالشيء نبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة جابه جابه هي التوحيد. ربط الناس بالله عز وجل بالطريقة الصحيحة. والتمظهورات ديال الشرك اللي هو نقيض التوحيد هم تمظهورات تجليات المال ديال الشرك هم أصنام. ومع ذلك نبي عليه الصلاة والسلام من اللي نسلات إقرأ. حتى هاجر لمدينة 13 سنة وهو يطوف بالبيت والبيت في الأصنام. ما قرروا بش أنهم يحيدوا بشيء. لأن الغرض هنا كان يحيدوا بعد من هنا. من بعد ساهل أنهم يتحيدوا. الدليل هو أنه 8 سنين بعد الهجرة يعني 21 عام من بعد إقرأ. وفي العام الفتح يدخن بي عليه الصلاة والسلام هم الناس من ديتهم مراصم يجزوك يجزوك أصنام كهرسو فيه ومن ديتكو في المحل. أما في التقل ونأتي 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 ونجمع 100 واحد يمشي ونضربه مع الناس والدمايات. أتبعوكم حيث خايفين منكم. حيث خايف. ونهار ستتصوب لك ثورة مضادة. سوف ينوضو لكم من تحت من المحل. وحيث اسميلي ديرين. اسميلي ديرين الناس يتكلفين شرطة الأخلاق. لا شرطة أخلاق. حيث حاجمه يجوزين للوذيين ليسوا مراضياته. فهذا هو من الإشكالات. القضية هنا في إيران مثلا في بلاد أخرى أو سعودية. لمشأت لمسألة مثلا في إيران التي كانت فارضة واحد لمجموعة من الأمور. ما الذي سيخرج من تحت منها يصعب التحكم فيه. يصعب التحكم فيه من المحل. بغض نظر وجهنا مع السياسة الإيران ومشي مع السياسة إيران. توجه العقادية إلى آخر. هذا موضوع أخر. نظر إلى بلاد طريفة هذه الأشياء التي تشبه توجه النسوي ومحاولة إخراج الناس من الدين. فهذا مسائل تشبه في مجتمعات الإسلامية. موضوع أخرج من الإيران. سافرنا معك تعمل المحل. هذا البحر الأحمر في مصر السعودية. مؤخرا لك تشرف مصر. قال لك سيدي. في مصر السعودية أعلنته بشكل رسمي أن فوائد البنوك ليست ربا وليست محرمة. أنتك عارف. نعرف كل هذا. ومغرب كان يدوك المبادرات للتمويل المشاريع. وقد أردت أن الشباب لا يستطيع أن يأخذهم فروض بسبب غرب. قبل أن نصل إلى المبادرات للتمويل. هو الفتاوى العلماء الأزهر. كان كتاباً. كان نشرني الدكتور محمد إلهامي. كان باحث من الباحثين في التاريخ. هو مصري. وكان مجموعة فتاوى الأزهر. تقريباً 50 فتوى لعلماء الأزهر. في الأخرى من 1950 ونتجه. لعلماء الأزهر يفتون بأن فوائد البنوك يرّب. وأن هالربة محرمة. هذا العلماء الأزهر. لكن طبعاً يلقى السؤال الذي يطلع هذا الفتوى لإفتاء المصرية. فهذا الوقت هذا. من وراء 2014. وماذا هي فتوى شرعية؟ فتوى سياسية. حتى إذا كانت الفتوى وراءها فتوى سياسية. بلا من قلص النقش فيها حيث ما عندها تأشي تأشي تأشي. بالنسبة للولدان التي تكون هناك هيئة إفتاء تنشر الفتوى. مثل مصر أو السعودية. ما أقول لك؟ الجانب أو التوثيق العلمي للفتوى هو أنه دائماً مليك التذكر وحد الفتوى. يقول لك هذه الفتوى. لا تتكلم برعاية. لقد أصدر هذه الفتوى أصدرها المجمع الفقهي الفلاني. برئاسة فلان. ومعه فلان وفلان وفلان هم الأعضاء. لذلك لا يوجد أحد يقول لها هم الناس. ما تتكلم برعاية الفتوى؟ من تخرج الفتوى؟ في التويتر، في الحساب الحساب. لا يوجد أن تتكلم لها. ولم يكن تتكلم برعاية الفتوى في التويتر. ليس حتى الناس الطمائنكي والكرمين. يمكن أن نشهد خمسات العلماء التي نعرفهم وتيقن فيهم. سوف يفتحون برعاية الفتوى المصرية. سوف تخرج لك الفتوى. نقصية صدخ لهذا الشيء؟ أكيد. أكيد. لأن الوضعية التي عيشها في مصر وضعية خاصة جداً على المستوى. حيث ماذا سنعود لفتوى فوائد البنوك ليست تريبة. وبيع السندات سنعود لك. لأنه سنعود للجيس لمصر. أكيد. هو الذي يحل استثماراته في القناة سويس. لذلك ماذا سيتم تعني فعل نفس القناة سويس. سوف يكون يعني تكون تمشارك قد يتطلب طريقة. فمعافي من التطبيقات طريقة فوائد رباية وحرام. وليس يأتي ويلعبته في هذا الأسبوع أو تغير. سيؤدي. طبع له كلا راحلين. بالنسبة لنحن هنا كينا عندنا القديد هذك المشاريع اللي كتكون ممولة من طرف الجمعة من الجهات وكذا وهذك تموي كتكون قروض قروض بنسبة مئاوية كان وقع واحد الخلاف وحد لقيته هو كان خلاف علمي وزوين هذا زوين لأن أي موضوع اللي يجبد العلم ويحركوك يبدو العلمين يتكلموا فيه يكون مفيد نقاش علمي يكون دائما مفيد للمجتمع أول حاجة دكشي اللي كيكون عنده فيه غرش شوية لين الخلل تتبتو ويكون عنده خطأ تتصحو ويكون معارفه هاش كتتعلمها إذا دائما النقاش العلمي دائما مفيد الخطاب القرآني غتلقى دائما مطروحين فيه أسئلة باش الناس كتغلس كتتسور رأسها باش كيكون نقاش وكذا اللي وقع عليه النقاش نهو هو ناتوا حضو قيتاب عمد الله كيسي كيغوتو لأن كان اللي تكلم دكتور ريسوني ودوع القادية دي كان نضم برنامج سنتقو برنامج انطلاق البروماتور والآخرية وكان اللي لهم كمولوا المشاريع الصغرى بقروض التي في رمبورس المنديالها توزي لهم وقالا شيء جوجونس في المياه ونضم نقاش على اه او لا هو طبعا ما يتكلم دكتور ريسوني دكتور ريسوني ميرامده عالم أصولي ومقاصدي كبير يضغب لغ دراجات التنظير يعني ما بقاش يجي ويقول لك شنو كي لكن اللي تكلم دكتور ريسوني الإشكال هو النوع وعداد الناس ما فهم السينة لك تهدر وبدأوا يقول لك حقا لا هذا شغل تسمع لي هذا يقول لك الرباح لانه يستحيل انك تسمع دكتور ريسوني يقول لك الرباح لانه أبدا هذا يقول لك لا تخرج من ثمه اللي وقع هو هذا مبحث أصولي عن الأصوليين هو هل يمكن أن تنزل الحاجة منزلة الضرورة نحن عارفين في الشرع كيقول لك الضرورات تبح المحذورات إنما حرم عليكم الميتة والدمة واللحم الخنزيل وما أهل بغير الله فما نضطر غير باغ ولا عنين فلا إثم عليه إن الله غرف وروح يعني كتكون واحد الحاجة كتكون حرام كي يضح الإنسان في واحد الحالة لذي الضرورة مضطر بمعنى هذه الضرورة شناية هو ما يترتب عليه إزهاق نفس غيموت من هذا أو بتروا عضو أو لا اهتمال أن يبترى عضو أو تزهق نفس من بعد فكيقول لك هذه ضرورة هذه الضرورة طبعا يحددها لك العالم إلى آخرين حيث كي يقول لك أريد أن لا أراقش في نسكن والضرورة حتمز إليها ماشي نأخذ قرارة دريبة من البنكة يقول لي واخر فينا مش هل تأخذ بيت في السطاح لكي يقول لك لا أريد أن نأخذ بيت في السطاح أما وقال ليش في الضرورة هنا يقول لنا في المشاف فكي تقول لي هذه الضرورة من اللي يتحدد بالله فعلا أن هذه الحالة لديك ضرورة ما كتعنيش الضرورة نهائيا الضرورة ما كتعنيش أن الحرام رأو الإحلال بالنسبة لهذا لا هذا الحرام رأى باقي حرام غير هو الشرع كي يعطيك الحق أنك تدخل في هذا الحرام واحد شوية باش أنت متمرش يقول لك أنت عندنا أهم من هذا الحرام الشرع لسيد ربيتي يقول لك أنت كمسلم على وجه الخصوص وكإنسان على وجه العموم أنك تبقى حي أهم عندنا من أنك تدخل في هذا الحرام فتي يقول لك أن الدين تاع عندك الحرام مفتوح لك بواحد القدر معين غير على ما تفوت هذا الاحتمال لأنك تموت ولا تقطع لك دراع ولا تطرى لك شيء مصيبة ولا تدخل الحبس ولا شيء حاجة وإن فو مسائلك الدقال كتعود ترجح مثلا الطلبة إنسان يقلس يطلب النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا المسألة قال لك إن المسألة أنت وقف عن الناس عندما تدور معي فلوس كذا قال لك إن المسألة لا تحل يعني حرم إلا لأحد ثلاثة أذكر منهم قال لك رجل أصابته جائحة كانت عندهم مثلا الزراع وقتارات وذلك شيء أجدتش على تليل عافية لكل شيء أو لجفى يابان كل شيء فهذه الحالة يقول لك أود لي ممكن أنه يتسالع لذلك الناس اللي يعرفوه مصحاب الأموال وكذا يقول لك يأخذ من عندهم فلوس يطلب من عندهم فلوس وخصمه ما يعطيه لأن الإسلام هو هذا يقول لك حتى يصيب قواما من عيش يقول لك عنده الحد الأدنى اللي يقدر يعيش به ما يأكل ما يشرب في نسكن يخلص المال كراد مسائله مع ولداته يقول لك عيش واحد يعيش كريم ثم يمسك نفس المبدأ لكن كان عندنا واحد الحاجة اللي ماشي الضرورة كتسمى الحاجة الحاجة للإنسان لما لباش هذه الحاجة ماشي غيموت ماشي تكفص اهتمال يدخل للسجن اهتمال أنه لم يلقاش بشي يوكل ولاده وشي حاجة بحاجة فالمبحث الأصولي هذا اللي عليه الخلاف هل يمكن أن تنزل الحاجة منزلة الضرورة مثلا مرتك تروح المسألة هي ماشي ضرورة هي حاجة لكن من تولي كثيرة في المجتمع هل يمكن أن تعتبر ضرورة وفي هذه الحالة كان الحرام سنحل الباب فين يدخل الناس لك الحرام غير بشي نحيد الحاجة هذا هو اللقاش الذي كان فسر الله يجزي بخير كان يرى بحسب وصول العلمية وكشوف المجتمع وكذا قال يوم ودي هذا القرب سنعتبر أنه في باب الحاجة يسد حاجة ونزل منزل الضرورة وممكن أن نعطي الناس لك القرب لكن هذا هو الذي يلعب فيه عباد الله يشد الناس الكلام من العالم ويوزع فيه بحال البتباء على عباد الله فكما قد الآن القضية التي كان هي تنزيل حاجة منزل الضرورة لكن هذه الفتوى التي تتعطي الناس تفهم أن الفتوى هي تنزيل لحكم شرعي على واقع لأحد الناس معين لكي تنزيل هذا العالم يقدر يقول هذا السيد بعينه X هو الذي يحق له أنه يخذ مثلا هذه المبادرة لكي تتعطي واحد يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن لكن يجب أن يجب أن يجب أن ولوه هذا بالنسبة الذي رأى أن الواقعة هذه إنما يمكن لها حاجة ويمكن أن ينزل الحاجة في حق فلان منزلة الضرور ناس علامة أخرين لا يقل أهمية على دكتور رسول الله جزي الخير وقال لا هذه الحالة هذه ستضرح إشكالات لأن لقد 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 ثلاثة تاهية لا مشكلة ونظر ثلاثة أخر يقول لقد لقد محايد نوتر وكان عندهم مجموعة من الاعتراضات وهي قوية جدا وقال لك ودي يبقى هذا القرد على أصله أنه لا يسمح به وليعل لأنه رأى طرق قرد ربا فهذه نقطة الخلاف والنقاش اللي كمغير لكن من هذا من لي ما تفهم الهضراء غير يمشي على حسب النفسية ويكون عزيز عليه يعني الهواء فإذا عزيز عليه مثلا دكتور ريسوني والعلماء اللي قالوا بالقول ديالو يقول لك لا رادو اللي كين إلى ما عندوش مع الدكتور ريسوني مثلا إلى آخره فلا علم ولا مليبي غير ما عندوش مع الدكتور ريسوني وإذا كيف يفتب الربح لا وأنه كذا لا إذن كين فرق ما بين هذا النقاش اللي كان عن نحنا القضية البرامج مثلا التمويل في حل الطلاقة وكذا وما بين ما أفتت به انظر لإفتاء المصرية أنه الفوائد البنوك ليست تربة هذا موضوع آخر لا عم قدلوا ونقاش لك تحليل ما أحرم وقف فيه وأنساء الله العافية من أحرم من أحرم من أحرم ما قالت لك الخطاب الملك للعرش للخر كان فيه وكان قوي جدا الحمول ديالو تعطاه هذا ما قاله لن أحل ما أحرم الله ولن أحرم ما أحرم الله وهذا الكلام هو أخذه من أبي صلى الله عليه وسلم فالسيدنا علي جاء وقال كان بغير زوج على السيدة فاطمة وقال للبي عليه وسلم أنا لست أحل ما أحرم الله ولا أحرم ما أحل الله لكن أنك المرة الثانية التي ستزوج بها هي بنت عدو رسول الله عليه السيدة هي بنت ابو جهل فبعد المرات اللي ما يقدر يدخل من عندك انتها مباشرة بش يمسك غا يبدأ يدوز لك من الجهة اللي انتها هيك أتحبها وغا يبدأ ويدربه السيدة فاطمة بنت آبو جهل بش يدوزه منهم النبيع فالنبيع صالew لكي نحن نصدوها للباب بعدها السيدة فاطمة ما تجوش عليها هاديك السيدة الخرى سيدنا عاقلي قال لي بلايش لا هادي ولا وحدة اخرى أنا مع السيدة فاطمة وبقى معها رضي الله عنهما تتوفت سيدة فاطمة بعد وفات النبيع صلى الله عليه وسلم يعني القديد أن الراجل يزوج مرة ثانية وتالتها والرابعة اللي يعطاه الشرع ما نجيش نقول لله لا لكن هذا الزواج هذا تقدر تكون فيه إذاية للنبي عليه الصلاة والسلام إذا هذا الزواج هذا قد تحبش فهل مسائل هذه دي المؤكد التي جاءت لك الخطاب المالي كانت فيها الكلمة قوية جدا لي يعرف كيفاش يقرها ويعرف كيفاش يوجهها ما يجيش عندنا شيء واحد أي واحدة بيجي حل فمو ويقول لك حق العلاقة الرضائرة بنيهانية يعني رزينة بنيهانية اشتراع دي لسيد ربي مزكا أيضا من طرف ماليك البلاد ويقول لك لا نحل ما حرم الله ولا نحرم ما حرم الله بمعنى خليولنا بلادنا هانية بلا ما تزيدوا لأشيسوسة نوض في عشي روي نحن لا نقول إن شاء الله بارك على اقتصاد المكاور والقديم ويقول إن شاء الله شهش تقول لك ما هو أحسن طريقة بشأنه أقترب الشباب ربما عن المواصل وبالنسبة الواقع التي نعيشها في الاسماء لكن الشباب معه سوف تأثر فيه أردت لهم الجانب للعقل فإن تأثر فيه أردت لهم الجانب العاطفة فإن تأثر فيه أردت لهم الجانب التفاهى فإن تأثر فيه لأن الشباب الميزة في نفس الوقت ممكن أن تقلب ضده وهو أنه من دافع كيف نقول بالدارة يجلس بقليه فالأفضل وسيلة نؤثر فيها بالشباب الابتداء هو أن ندفع الشباب وأنه يتعلم ويطرح على نفسه الأسئلة الصحيحة حيث لو يطرح له سؤال الصحيح سيتمشد الخط لكي يصل إلى جواب الصحيح لحدنا باقي كان يدفع الشباب أن يطرح الأسئلة المغلوطة سوف يتعلم دائماً أن نخرج في نتائج المغلوطة هذا الشيء لا يأتي من اليوتيوبر أو الدعاة أو الإزافيليونسور فقط هذا الشيء يأتي من الذي تتعاون عليه وزارة التعليم وكتعلم الولدات مثلاً الحس النقدي والحس التحليلي وأنهم لا نبقوا خدامين بسياسات الشحن والتفريغ أنك نعمرك بالمعلومات وصل العام ونقول لك أخويهم لي فور قتل امتحان وصير الله يعاونه عنك أشياء تدرب دوك المعلومات أشياء تستفد منهم كيفاش حصلنا عند دوك المعلومات النقاش كيفاش لإنسان ممكن دك الشابين يعلموه أنه وصل القسم يوقف ويعبر على رأيه والآخر اللي معاه في القسم وخام خالف معاه في الرأي كيفاش يدبروا هذا الخلاف من خلاف مثلاً كيدلوا ديجودرول كيدلوا مجموعة من الأمور اللي ممكن دار الشباب ممكن مثلاً نأترو فيه ونزيد ونعاونه هاد الدعاة والمشايخ والموت أترين وليسان فليونسور اللي غادي نفتجاه صحيح وممكن نعاونهم أيضاً بالخطة الإعلامية إعلام أو تاني شيء يقدم لنا للشباب إذا قدمنا للشباب بالليل بلافون ديالك شيء سقف ديالت تقلعات ديالك وانك تاكل شرب تلبس تليفون تيتيز موتور تحسينة زعمة وش نقدرون بنيوا معه ما يقول لك اسمها هودقام أهو اللي يقول لك حقا لانك العجب دياله هودقام كدتقول لي وديا كتب لنا هودقام كي تكتبني زيانا نحن نوصل معاك أنك تقول لي رولدقام كتعرفك يباش تكتب مزيد وكذلك ما كيش يشكال قولها كيف ما بغيت النوعية العودة المؤسسة ديال الدولة خصت رعيش شوية نوعية القدوات اللي كناقبوا برعلي بغيناه لك رهنا هذا كل لك نبرزوهم احنا الوليدات كقدوات رامشي ناس يجيوا وكيدروا واحد شو ديالهم وتيهم شو دارا كي أطروف الوليدات كي أطروف الوليدات وهذا شلي كيعيشو دبنك تخرج الزنقة سواء تحسيناتهم ولا لبسهم ولا هضرتهم ولا المشيئة ديالهم هل تقول ذلك شلي وقع في البولفار؟ ذلك شلي وقع في البولفار هذا واحد من المزداف ذلك شلي وقع في البولفار هذا واحد من المزداف وإلى مثلا نركل من اللي كان نعطي مثال لبكين عندنا مغنيين وممتديين شو الضل اللي كان سلطع عليهم وكانبينهم وعدنا مثلا مختارعين بقى معنا بدون نجلة العلماء الشريعة وعدنا مختارعين مثلا دبيلات الميتة غادي في المطار وديز سيمون صيف سلاوي وديز سراشيد ليازامي وديز شي مغنيين للراب كي سكرفك الخشبة في نظرك الناس شكونا يعرفه؟ الله يفتح لك الله يفتح لك الله يفتح لك الله يردع لك في حين هدوك الأخرين غاد يدوزوا لا يعرفهم نحن نحن نحتاجين ولداتنا يحاولون يكونوا بحال شكون يكونوا بحال هذوك الجوج ولا يكونوا بحال ناخد إذا نحن نسلط الأدواء على الناس الذين يريدون بحال هذوك الجوج ما الذي تلقى مثلا بقى نقل في فرنسا إذا ما خانتني يجي الداكيرا أنا أقول لك هذا شيء تقريبا من 15 سنة أو 13 سنة لا أدور كانت تلقى أحد البروجيين لذلك المرواحيات التي تلقى أطاقة الكهربائية والدار في طرفاية هنا في المغرب الدار في طرفاية هذا كل المشروع كانت تلقى أدايف إلكتريسيتة دو فرنسا المهندسين الذين يقفوا على هذا المشروع لكي يوقفوها جوج مغاربة ولده وبنت سيد جون ماروكا ومما المهندسين الذين يقفوا على البروجيين ومع ذلك ومع ذلك هناك مجرد من المغرب ومع ذلك لذلك الأرباح ستتطلق إلى البروجيين والذي أخرى ستتطلق الكهربائي لأن أطرفاية سنظن في هذا الريح في الأخرى أين رأيتنا هذا الخبر؟ هل رأيتنا فرنسا دو أو فرنسا دروة ما أقلتنا واحدا في القنوات تتابع فرنسا لا أعلم لا أعلم ولكن يقول لك الإعلام حلاقا في قرب من تلك خبز ستطلق الفلوس بحرش لا أعلم هذا غير أعلم لأن أول شيء نتكلم عن الإعلام الرسمي وإعلام الرسمي يأتي من الدولة ثم يأتي من الإشار وعباط له يتفرج الحالي الفائزة وسواء من الله سيطلب المجتمع على واحد نوعية معينة من القدوات رغي ولي هو تطلب ذلك القدوات فمن الله سيطلب لي البخروج هو لا يريد أن يتفرج في البخروج من عند الناس اللي هو ما يستاهلون حيث الناس بغير هذه النوعية وعباد الله الناس سنفهموا أن الناس رماشي أغبياء لذلك الدراجة اللي ربما يحاول يبينهم بإعلامه عباد الله لك تعرف وك تميز والله كتعرف وكتميز الناس كتميز وأنت استضفت هنا في البودكاست عدد للعباد الله وعودولك على التجارب ديالهم مع عموم الناس إلى آخر أغبياء لقالوا واحد مثلا أنت أغياء يمشي ويزهى هنا وينشط هنا ويقشب هنا ويتفرج في هذا لكن يدور في الأخير يقول لك لا يصحه إلا الصحي أرى الكلام اللي يقولوا هذا السيد هذا راهول لك والخطة ديال القراية وكذا إلى خيره راهول أخص الوديات يمشوا فيه راهول أخص الوديات حيث يفتح لك الله يفتح لك عندما ترى أن ترى شيئا وكذلك يعتبره عادي وكذلك داخل القترة كانت نقولها ربما أختم هذه الكلمات كان أحد السيد في العروبية يقول لك راهول أرى يقول لك راهول اللي مزيانة راه عارفين هالناس يقول لك خيبة راه عارفين هالناس وكذلك يعطي مثال يقول لنا شغل المش أنت مربيه ليس كذلك مربيه يقول لك أنك تعطيه الماكلة يقول لك أنك أكل أحدك يقول لك أنك تنقيف السرديلة الأخرية وما أعطيته وما أخطف سرديلة يقول لك أنك وقفت الاسطح فالحاجة التي تعطيها لعنطي بخاطره وعرف أنك واخدها لعنطي بخاطره يقول لك أنه يقول لك لا يوجد مشكلة الحاجة التي أخطفها وعرفها صورة درجة حاجة التي لا يوجدها هذا ليس كذلك برنا على قلوبه ما كانوا مكسي فشوية الخدمات على شوية التوعية على شوية الكادة على شوية الهادية على شوية الهادية ممكن نوصل مع الناس نتائج أفضل من هذا الشيء الذي نرى بشكل كبير والناس عوتاني من جهتها لم تبقى قلسة في السلبيت تايد قادلنا الإعلام وتايد قادلوا لزنفليونسور عاد بش ندقادلنا دير عوتاني تنتاج شوية الملحة في الطحام إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغير ما بأنفسهم بمعنى لا يغير الله هما بقومه من العقوبة حتى يغير ما بأنفسهم من المعصية إلى التوبة فما عندها التمعنى مثلاً سأتجي ونقل ونبرطجي واحد الفيديو ونقول لهم واشو هذا المساخيط ما يديرون لنا وبغيروا يخرجوا علينا لك برطاجي تي وهذاك اللي كينشر التفاهة أنك تنتاقدم ولا تمدحو اللي درتها هو من نسبة لي إرباح حيث هو مدام تلحف التفاهة إلا ودروا جهوره إذن غتعيروا غتطلع عليه الفيوز غتشكروا غتطلع عليه الفيوز غتطلع تكليكي على ذلك الغضب طلعت لي الفيوز لأنني قدرت لي الرياكت وهذاك الرياكت أوتما تمكنك يقول لك عندما يرياجي مع الناس غتطلعوا لهم أما بلك تهزو برطاجي وتقول لهم ما هشو فهذا المساخيط يخرجوا علينا مخلاص هو ما يهمو ما يتطلع عليه ويهمو غير الفيوز طلع العدد المشاهدات يطلعوا إذا سهل القالية واحد الحاجة كتبالية فيها الضرر نصاب بها بالنسبة لي ما كأنها ما كانتش ما نكوموطي ما نعير ما نقول أجداره المسبة لي الخبر رحضوا عندي باش نعرف واشهد المسألة غير استثناء ولولا الظاهرة باش نعرف رسيلا بغيت ندخل نتاقدها ولا شي حاجة بشكل أفر من أننا نكبر لي جونة بالنشر وانتقال لها خطأ شوية تخدموا شوية لكن هذا ما يجب أن ترى كيف ترى 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 لا ترى لا ترى لا ترى لا ترى لا ترى في نهاية الزمان لا وآخر الزمان هذا قال معني صلاة والسلام قال لك أنه وعثت أنا والساعة كهتين بمعنى مقارنة مع الأزمين الذين فازتوا هذا ونبقى شيئا كثيرا غيره ونبقى شيئا كثيرا يقولون الناس الذين يريدون يسمون إجابيين يقول لك اجتمل لك مزيان يقول لك أن أعرف أن هذا هو الوقت الذي يخدم فيه لأن هذا هو الوقت الأجر فيه وهذا هو الوقت الذي يحتاجني فيه أما نقول عباد الله صافي كحلاته الذي لا يقلب لا يقلب سيد ربيم يقول لك إذا قامت الساعة صافي اللعبة تتربجوا الجبال يطيحوا والرعاد والبراق الروينة صافي إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يعني النبتة صغيرة وردي النخلة النخلة باش تكبر شخصك من عام عال باش تلقحها باش تعطي التمر غادي تشرف وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها أنت لا يطالب بالنتيجة أنت مطالب أن تدير العمل وبالنية الله عز وجل اللي يجازيك ستقوم الساعة وتفرتك الله عز وجل ستقوم الساعة ويوقع القيامة ويعطيك الأجر لها النبتة بحلة كبيرة وعطي التمر وبيعتي وشريتي ونفعتي من الناس كل شيء يدوز نوت تخدم وكبر النية وأخلص النية لله عز وجل واجعل المسلك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وما ندخل في شي حاجة حتى أعلم حكم الله عز وجل فيها أقولك سعد استمتع معرافتك بالحياة ديالك بموقعات الشريعة الله يدخل للشريعة أمين أمين أحبك الله ودي أزيوسا محافظك الله ورعك الله ينعود فتح الله ودي بانه